اتخذ الكاف قراره الصادم وقضي الأمر نهاي دور أبطال أفريقيا في المغرب أرض الوداد لا حديث عن مؤامرات لا حديث عن تعمد ولكن الحديث واجب عن غياب العدل يثبت الكاف يوما بعد يوم إنه صاحب القرارات الأسوأ في تاريخ الكورة احتجاج واجب من الأهلي وآخر من اتحاد الكورة بس مش الأهلي اللي ينسحب الأهلي هو كبير الكارة ومع أي قرار ظالم يقدر يكسب ويحصل الألقاب الأهم دلوقتي التركيز ثم التركيز ويرجع الأهلي بالبطولة المحببة مهما كانت الظهر اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 من شوية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن بشكل رسمي إقامة نهاية دور أبطال أفريقيا لهذه النسخة يوم 30 مايو ألجاري في المغرب في المغرب طيب بارح قلت لحضراتكم أنا مش هصدق أبدا إن الكاف هيخلي المباراة النهائية في المغرب خاصة خاصة إنه كلينيكيا الأهلي والوداد في الفاينال أعصى أهل لسه عندهم الوداد عندهم مباراة القياب أمام بيترو أتليتكو وعن الأهلي عندهم مباراة القياب ضد وفاق ستيف بس اللي اتنين تقريبا شبه حسموا الصعود للمباراة النهائية والمغرب هي أرض فريق الوداد تمام تمام أنا ما صدقتش أنا بالنسبالي رغم إن كل المؤشرات كانت بتقول إن المباراة هتقام في المغرب بس قلت الكاف أكيد مش هيهز سورته أكيد هيكون عادل أكيد هيكون منصف أكيد شايف إنه هو أخطأ لما ما أعلنش ملعب المباراة النهائية من أول بطولة أو على الأقل من دور التمانية وبالتالي مش هيحط نفسه في موضع ريبة ويخلي المباراة في المغرب أو في مصر بالمناسبة بالمناسبة وأنا قلت الكلام ده مبارح بما إن الأهلي والوداد سيصلوا إلى المباراة النهائية فمش من العدل إن المباراة تقوم في المغرب أو تقوم في مصر بما إنك ما أعلنتش من بدل لو أعلنت من بدل إن المباراة في المغرب خلاص هو ونصيبه بقى في فريق مغربي ساعد ما ساعدش خلاص زي ما حصل السنة اللي فاتت هي ونصيبها اللي أعلو السل هو كازر الشيفز واللعب في المغرب الفرقتين مش من المغرب فخلاص الأمور أرض محايدة بس القرار ده بصراحة ظالم ظالم جدا مهما كانت الظروف يعني الكاف قال إنه كان فيه ملفين فقط اللي قدامه اللي طلبوا استضافة هذه المواجهة ملف سنغالي وملف مغربي ملف سنغالي وملف مغربي السنغالي انتسحبت فأصبح أمام الكاف ملف واحد هو الملف المغربي آسف ده ده البيان أو ده اللي طلع من الكاف آسف الكاف يقدر يعمل اتصالاته بتونس بجنوب أفريقيا بالسنغال مرة أخرى بالكاميرون لسه مستضيفة كاس الأمم بأي دولة تقدر تستضيف هذه المواجهة يقدر يعمل ده حتى لو اتكفل ببعض المصاريف وبعض الإداريات يقدر يعمل ده مش هندحك عن نفسنا وإلا أصلا لو الكاف مش لاقي دولة تستضيف في الكارة الأفريقية كلها مباراة نهاية دورة أبطال أفريقيا بدي مشكلة كبيرة عند الكاف نفسه يبقى عنده مشكلة كبيرة ده عنده كرسة انه مبقاش فيه ملاعب في الكارة الأفريقية تقدر تستضيف نهاية دورة أبطال أفريقيا سوى المغرب أو مصر أو جنوب أفريقيا مثلا يبقى انت اللي عندك مشكلة مشكلة كبيرة انت رائع الكورة في أفريقيا انت المسؤول عن الكورة في الكارة لما بتبقاش قادر تلاقي دولة أخرى تستطيع في المباراة النهائية يبقى أنت اللي عندك مشكلة ومشكلة كبيرة وضخمة أنا بس عايز أحط شوية أمور في السياقها الطبيعي وأنا بتكلم والجماهيل المصرية وجماهيل النادي الأهلي لما تبقى رفضة أن المباراة تقام على المغرب ليس قلقا من استضافة المغرب للنادي الأهلي عشان المغرب دائما مضيافة ورائعة هي وشعبها لكل الفرق والمنتخبات المصرية أنا بس بحط النقط فوق الحروف عشان الكلام يتفهم صح بالعكس لو سألتني أنت تحب تروح تشوف مباراة فين أو تتفرج على المباراة فين أو فريقك يلعب فين أبقى موصول جدا بالمغرب أجواء رائعة ملاعب رائعة جميعين رائعة كل شيء جيد بس مش من العدل أنه يبقى فيه طرف مصري ومغربي في المباراة النهائية وتقام المباراة في المغرب ولا تقام في مصر شوف أنا بكرر تاني أوه ولا تقام في مصر المشكلة مشكلة الكهف مش المغرب المغرب عرضت وخيضت المباراة النهائية مش مشكلة المغرب هي مشكلة الكهف حاجة في منتعى الغرابة حاجة لا تصدق حاجة مش مفهومة مستحيل حاجة تحط ألف مليون خطأنا ضد أصلا بطبعي بشخصي بشغلي بحياتي ضد فكرة المؤامرات واسطودات حصل عشان الوداد ياخد مش حاسبها كده أنا حاسبها من منطق أنت جهة إدارية تدير كرة القدم في الكرة الأفريقية لابد أن تكون عادل عادل جدا ما تخليش حد يفكر ولو للحظة أنت عملت الموقف ده عشان حاجة معينة اللي عمله الكاف قرار خاطئ في رأيي قرار ظالم في رأيي قرار كارسي في حق الكاف بصراحة طيب دي نقطة النقطة التانية الناس تتحدث الآن عن رد فعل النادي الأهلي والاتحاد المصري لقراط القدم أنا في رأيي في رأيي أنه الأهلي يكتفي باحتجاج شديد اللهجة هو الاتحاد المصري القطيق احتجاج واضح ورفض واضح وضيق واضح ولكن عشان شفت بعض المطالبات بده قبل ما خش على هوا على طول الأهلي لابد أن ينسحب لا الأهلي ما ينسحبش الأهلي ما ينسحبش الأهلي يعترض ويبقى ليه عدد من المطالب اللي قول نتكلم على موضوع الانسحاب أفكر حضراتكم عشان فيه جيل كبير ما حضرش الموضوع ده النادي الأهلي قبل كده بعد 94 بعد كاس السوبر أمام نادي الزمالك انسحب من البطولات الأفريقية والكاف عقبه بالإبعاد ثلاث بطولات أو ثلاث مواسم عن البطولات الأفريقية وفي رأيه المتواضع أنه القرار ده خاصة للأهلي كتير وقتها بس هو كان قرار يتاخد والله أعلم بكواليسه كلها ساعته الواحد عارف شوية حاجات ليه علاقة بالعقوبات اللي وقعت على الأهلي بعد ما ماتش السوبر وعلى الكابتن طريق سليم وعلى الكابتن برديم حسن وقتها يعني قصة كبيرة يعني مش هخش فيها بس الانسحاب مش قرار جيد الانسحاب مش قرار صحيح الانسحاب مش هيرضع الكاف بالعكس هيخلي الكاف يعني اه صحيح النادي الأهلي هو أهم فريق يشارك في البطولات الأفريقية بحكم البطولات العديدة والعظيمة اللي حققها النادي الأهلي ولكن الانسحاب أبدا ما يحصلش ده واحد اثنين النادي الأهلي لابد أن يطلب بشكل واضح نصف ساعة استاد اللي هيستضيه في المباراة غالبا هيبقى استاد محمد الخامس اللي ساعته تقريبا سبعين ألف متفرج يعني أنا عايز خمسة وتلاتين ألف تسكرة وخمسة وتلاتين ألف تسكرة دول معناهم ايه؟ معناهم لو جماهيني ما ملتش الخمسة وتلاتين ألف مقعد في استاد محمد الخامس يفضلوا فضيين ده حقش ما يتميليش بالجماهير جماهير الوداد ده حق نادي الأهلي يقوله كده يقوله حقي خمسة وتلاتين ألف مقعد فضيين مليانين دول بتوعش طيب اللي عرفته قبل ما أدخل على الهواب بمصادر من الكاف إنه الكاف قال لو إنه دي الأهلي ما قدرش يبيعها لخمسة وتلاتين ألف تسكرة هياخدهم للوداد بس الكاف اللي يهموا إنه الاستاد يبقى مليان ملوش دعوا بقى مين اللي موجود فالأهلي لازم يزق في القصة دي قوي ويعنت فيها قوي ويصر فيها قوي ويصم فيها قوي فدي نقطة وأجيلكم في حاجة في موضوع التذاكر وصفر الجماهير بعد شوية نقطة تانية بما إن الموضوع بقى فيه ريبة ونبقاش مفهوم الأهلي يضغط في موضوع حكام النهائي كنت أتكلم مع الكابتن جادي جيريشة قبل ما أدخل على الهوى قال لي إنه رأي فيكتور جوميس هو اللي حاكم المباراة حاكم رأي وحاكم فعلا محترم وحاكم ملوش في أي لغبط ده واحد ما يبقاش بكاري جسامة بسر ده واحد اتنين إن النادي الأهلي ممكن يطلب إنه حكام الفار وده بالنسبة لأهم من حكم الساحة حكام الفار يبقوا أوروبيين زي ما حصل في مباراة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فكين مباراة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم سواء مصر وسنغال أو بقى المباراة المرحلة النهائية كان حكام الفار من أوروبا أطلب آه صحيح الكاف ممكن ما يرضاش بس هو اسمك رميت ورقة ضغط هتقول لي الكاف ليه ما يرضاش ما هو ردي في تصفيات كاس عام تصفيات كاس العالم الفيفا بيختار أو بيتدخل في اختراعات الحكام عشان هي تعتبر تصفيات تابعة للاتحاد ده ولكرد قدم وليس للكاف الكاف ممكن يقولك لا أنا حكامي قليلين أنا حكامي مش قليلين وأنا كده بصغل من حكامي في العالم وخلافه فممكن يسر إنه يبقى الحكام أفريق بس أنت اللي خليتني أعمل كده أنت اللي خليتني أعمل كده الأهلي يقوله كده أنت اللي خليتني أشك أنت اللي خليتني أحطار أنت اللي خليتني أستغرب أنت اللي خليتني متدايق فالأهلي يضغط عشان ياخد جزء ولو بسيط من حقوقه اللي الكاف أهضر منها جزء بإقامة المباراة في المغرب طيب دي جزء ايه تاني جزء ايه التالت أنا عايز بقى من دلوقتي تبدأ شركات السياحة تبدأ شركات استثمارية محبة للنادي الأهلي تبدأ ناس كتيرة جدا يبدأوا يدعموا فكرة سفر جماهير النادي الأهلي إلى المغرب بأعداد كبيرة وأقول لكم بعد شوية متوسط ثمن الرحلة للناس المقتدرة تقدر تسافر وأنا زي بقول لك إن في شركات ممكن تقدر تدعم ده عشان جميع النادي الأهلي تضمن تواجد كبير في المدرجات الفترة اللي جاية أو في المبرانة هي تحديدا طيب معنا عبر الهاتف الإعلامي الكبير المحترم أستاذ إيابي الكومي عدو مجلس دورة الاتحاد المصري لكرة القدم يا فنم سماح الخير مشرف ومنور أنا دائما بكون سعيد معك يا زميل العزيز طبعا صحيح كريم ومتقلق دائما ومن نجاح لنجاح يا حبيب مشرف ومنور كالعادة الله يبارك فيك بالتأكيد حدث الساعة هو إقامة المبرانة نهاية لدورة أبطال أفريقيا في المغرب عايز أعرف موقف اتحاد الكرة السابق في هذا الأمر هل أرسل احتجاج للكاف بخصوص هذا الأمر هل سيرسل احتجاج آخر خلال الساعات القادمة موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من قرار الكاف إيه يعني خلينا أقولك أن احنا كالتحاد مصري لكرة القدم لازم نحن نحافظ ونقاتل من أجل مصالح عنده إسنا طبعا والنادي الأهلي بسفط هو المشارك حاليا في دورة بطاة الأبطال وإن شاء الله في طريقه المبرانة نهاية وهو طيما في هذه البطاة بيكون مصدر البسمة والسعادة للجمهير المصرية فأحنا كالتحاد مصري موقف ناشر مكتوف الآيدي احنا لم ننتقدم باحتجاج واحد فقط بل باحتجاجين اثنين على مدار الأيام الماضية أرسلنا خطاب أول وخطاب ثاني كان في حول خطابين الاثنين أن احنا كالتحاد المصري لكرة القدم نطالب للتحاد الاثنين بتحديد ملعب محايد طالما أن كل الدلائل وكل النتائج بتؤدي إلى أن المبرانة هي ستجمع مبين الوداد المغربي ومبين نادي الأهل المصر وبالتالي إقامة المباراة في المغرب الشقيق ده حيخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأنها ستجمع مبين الوداد طبعا ومبين الأهل وجمال الوداد بصورة كبيرة جدا ستكون هنا الأكثر في المدرجات إن المباراة تلعب في المغرب وبالتالي أرسلنا الخطاب الأول والخطاب الثاني النهاردة إحنا كنا متوجدين في الاتحاد المصري وكرة القدم كانت فيه اجتماع مع المعالوزر الشباب ورادة دكتور أشرف صبحي بعد انتهى الاجتماع فوجئنا بصدور قرار الاتحاد الافريقي وإحنا لسه كنا موجودين داخل الاتحاد حوالي ساعة 9 وشوية على طول ستجمال علام قال لازم نرسل خطاب تاني حالا للاتحاد الافريقي نحتاج إلى فيه وقع شدة على يقامة المباراة في المغرب ورسوا بالنادي الأهلي اللي هو يمثل الكورة المصرية السيد ورد العصار مدير التمتيج بالفعل أرسل الخطاب لحظتها إلى الاتحاد الافريقي وفيه اتصالات مكثفة وإن شاء الله يعني تطرقنا إلى الرد من الاتحاد الافريقي خلال الساعة يعني الخطاب النهاردة كان لشقين اثنين الشق الأول إقامة المباراة في المغرب وإتكافة الفرص ما بين الأهل وما بين الوداد والشق الثاني أن انت كمان مقرر إقامة المباراة يوم تلاتين وفيه مباراة المنتخب المصري في إطار تصياد كاس الأمم المتراكية أمام غنية يوم اثنين وبالتالي الفترة الزمنية ما بين تلاتين واثنين يعني أنت عندك ست سبع لعبة أساسيين من قوام المنتخب المصري وشكين في عناد الأهل سيبقى إيجابة كبير جدا والفترة الزمنية وإنت عارف أجندتك الدولية أن فيه مباراة المنتخب المصري يوم اثنين إذا تقرر كمان المباراة نهية تكون يوم تلاتين تحتجينا كمان على هذا الأمر عظيم جدا الاحتجاج اللي قدمته بخصوص هذا الأمر هل يتضمن مطالبات معينة؟ هل يتضمن التراجع عن قرار إقامة المباراة في المغرب؟ هل تتوقع أصلا تراجع من الكاف بخصوص هذا الشأن عشان خاصة أن الكاف لم يتراجع قبل كده في قرار مشابه يعني يعني خليني أنا بصراحة مش متفاعل اللي بيحصله خليني ده برضو بشكل في نفسي أمور كتير جدا يعني الاتحاد الأوروبي بيعلن عن إقامة المباراة النهائية لحظة إجراء الأوراة السنة ده حيث قام في باريس حيث قام مثلا في بروكسل فأي بلد من البلدان الأوروبية وبالتالي المفترض أنت كالتحاد إفريقي لو أنت أعلنت منذ فترة زمنية أثناء دور المدموعات ما كنتش حد حيلومك طبعا كل الفرق ممكن تصل ومتصلش وبالتالي دلوقتي لما تيجي تعلنها بتوقيت زي ده وانتعرف أن الوداد المغنيبي اختارك فاس خارج الأرض في ثلاثة أداف مقابلة هذا أمام بيترو أثريتكو يبقى معناها أن فيه شك في هذا الأمر وبالتالي أنا محبط من حتى ردود الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الماضية طبعا إحنا أرسلنا خطبين قبل كده الاتحاد الإفريقي برضو ومش عارف ماشي في نفس الاتجاه وفي نفس النهج والنهاردة يطلع القرار بتاعه ولكن احنا أرسلنا الاحتجاه بلغة شديدة جدا النهاردة ومنتظرين الرد إن شاء الله وحيكون في اتصالات مباشرة مبين الاتحاد والسؤول الجمال علام ومسؤول الاتحاد الإفريقي عشان نشوف حل لهذا الموضوع خلال الساعات القليلة القادمة طيب أكتر سؤال أثير في الفترة القليلة الماضية هو سؤال متعلق بالاتحاد المصر لقوة القدم ولماذا لم يرسل الاتحاد المصر لقوة القدم طلب للكاف باستضافة المبرأة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لماذا؟ يعني عشان نهاردة الكاف أصدر في بيانه إنه المغرب وسنغال فقط اللي تقدمه والسنغال انسحبت وبالتالي ما كانش قدامه غير موافقة على طلب المغرب تمام أنا الإجابة على السؤال دا حتحمل شقيني الشق الأول إحنا تم انتخاب لتحاد المصر وقوة القدم 5 يناير 22 22 طبعا أول مدورينا المهمة بعدها بيومين كنا موجودين في الكاميرون عشان نهاية كاسر أموة رفية لإدامة أكثر من 32 يوك وجينا من الكاميرون كان عندك مباراة للسدى وعشان اعبالي ولا بالتالي الفترة الزمنية اللي إحنا كنا موجودين فيها الفتح باب التقدم لصدافة المبارآن نهاية كان قبل شهر يناير تمام كده وانتهى في فبراير هذا الشقيءات بيتحمله كانت خلينا نسلم في الجانب المتحد الحالي واللجنة السلسية الصادقة لصدافة العزيزي لمهندسة أحمد ميجال الفترة الزمنية اللي كان موجود فيها لمهندسة أحمد ميجال كان عنده أرحية في الوقت ما كانش عنده إحنا لسه جايين إجراء استلام وتسلم وبعد كده كمان عندك مشاركة في نات كشل المفرقية فكل مجهورك كان منصد مع المنتخب المصري ووقفنا في الكاميرون حتى المباراة النهائية فبقى الفتح بقى بالتقدم كان موجود أثناء اللجنة السلسية الغلق الساعة بقى بالتقدم كان موجود أثناء تطرس الاتحاد الحال لكن زي ما أنا بقولك أننا كالاتحاد حالي كان عندنا ارتباطات كثيرة جدا مع منتخب مصري سواء في كاميرون أو مباراة السنغال فكان كل الجهد المتوجه إلى هذا الإطار لكن ما بالهم برضو على اللجنة السلسية ربما كان يكون عندهم بعض الأمور هي أخطاء وقعت ولازم نحن نتلفها خلال الفترات القادمة وده اللي احنا شغالين عليه أي خطأ وإي سلبية كانت موجودة في الفترات السابقة بنحاول إن شاء الله خلال فترة تواجدنا نحن لا نقع في مسا هذه الأخطاء ونحاول نحن بنبدأ عهد جديد زي ما بنقوله كل حاجة خلال الفترة القليلة اللي انتوا استلمتوا فيها وكان لسه الباب مفتوح للاستضافة هالأهلي طلب موقتها من اتحاد المصري قد قدم استضافة المباراة النهائية هل تقدم موقتها حتى الزمالك كانش لسه خرج من البطولة بطلب مميس الاتحاد الكورم مصري ولا الأهلي والزمالك ما طلبوش الطلب ده اللي أنا عارفته إن اللي كان طلب طلب ده كان بيرمز فيه الكون فدرالية يعني بيرمز هي اللي كانت طلبت وبالتالي كان تقدم برضو يعني اتبعث الاتحاد الجولي بطلب لاستضافة الناهائية الكون فدرالية الاتحاد المباراة النهائية لكن علمي إن الأهله زمالك ما كانوش طلبه ولكن لو زي ما أنا بقولك لو احنا حتى في الفترات القادمة إن شاء الله إن لم يطلب أي نادي مشارك في الاتحاد المصري هل نتقدم بعد مفقد وزارة شباب وراد مفقد الحكومة المصرية على استضافة المساعدة الأحداث الرئياضية إن شاء الله أستاذ هابي لكم يعود مجلس الاتحاد المصري القادمة أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة جدا مهمة جدا عشان كل سأل فيها ليه الاتحاد المصري لم يتقدم بملف هو الآخر لستضافة نهاية دورة أبطال أفريقيا والأستاذ هابي الكومي عضو مجلس دارة اتحاد المصري الحالي قال إن المسئولية ملقاة على اللجنة السلسية التي كانت تدير اتحاد القرى قبل المجلس الحالي برئاسة المهندس أحمد مجاهد هو الذي لم يرسل طلب للاتحاد الأفريقي القرى القدم باستضافة المباراة النهاية وقال كمان إنه الأهلي والزمالك عشان الزمالك كان وقتها ما زال في البطولة وقت هذا الأمر الأهلي والزمالك لم يطلب من اتحاد القرى المصري استضافة نهاية دورة أبطال أفريقيا أو طلب استضافة نهاية دورة أبطال أفريقيا عشان الأمور تبقى واضحة للجميع فالمسئولية مشتركة بين الجميع وأنا شايف إنها مسئولية وخطأ جسيم جدا عشان لو الملف المصري كان محطوط جنب الملف المغربي الملف المصري كان محطوط قدام الملف المغربي قدام الكاف لا كان هيختار الملف المصري ولا كان هيختار الملف المغربي وكان هيختار أكيد أو كان هيبقى مضطر يبحث عن دولة ثالثة لصدافة المباراة بس هو الكاف دلوقتي رافع يده بيقول لك ما ليش دعوه أنا ما قدميش غير الملف المغربي وأنا وطحت من الأول خالص أنه لا الكاف كان يقدر باتصالات بترتيبات بأمور كثيرة جدا يقدر يوصل ويبعد عنه الشبهات أنه في دولة أخرى هي التي تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا خاصة زي ما الأستاذ آب قال وزي ما أنا قلت قبلها أنه للتحالل أفريقيا لم يعلن عن مكان نهائي دوري أبطال أفريقيا من أول البطولة من وقت القرعة فالخطأ خطوه وتصليح الخطأ مسؤوليته هو ما صلحش الخطأ هو ارتكب خطأ جسيم أكبر بالموافقة على صدافة المغرب لنهائي البطولة طيب مجلس دارة النادي الأهلي بيدرس الآن كل الخيارات المتاحة للتعامل مع قرار الكاف ويشيد بموقف اتحاد الكرة السريع في رفض قرار الكاف بتنظيم النهائي في المغرب الأهلي يعقف الآن على بناء موقف قانوني ولوائحي مع تحركات مختلف الشخصيات التي لها ثقل ونفوذ من مصر لده الكاف من أجل وضع حد لما يحدث الأهلي حتى لو استقر الأمر على اللعب في المغرب فإنه يصق في قدرة الفريق على الحسن والفوذ في قلب ملعب الوداد ومجلس الإدارة كان قد عجت اجتماع عصر اليوم لكنه كان قبل صدور القرار ولم يكن هناك ضمن بنوده أي شيء يخص هذا الملف الجملة بتاعت مهمة أو الجملة دي أنه الأهلي في الكلام اللي تقال ده الكلام ده جاي من النادي الأهلي ما قالش هنسحب ما قالش هعمل أزمة ما قالش هعمل كارثة بس هيعترض وأشياد بموقف اتحاد الكرة على اعتراضه بس الأهلي قال جملة مهمة جدا وأنه يصق في فريق الفريق الأهلي في اللاعبين والجهاز الفني أنه يقدروا يحسنوا اللقب والفوذ بيه من ملعب الوداد ده الكلام الحلم ده الكلام اللي أحبه ده الكلام اللي أحترمه اتدايق وتعصب وتنرفز واعمل أي حاجة واعترض اعتراض عنيف ضد الكاف قلوا أنا مش عاجبني الأمر ده قلوا أنه أنا شايف أنه القرار غير عادل اعمل كل حاجة بشكل رسمي وموضوعي بمنتهى الحزن بس مهم جدا تركيز الفريق ما يقلش مهم جدا أن اللاعبين والجهاز الفني ومنازلين المباراة ما يبقاش عندهم إحساس الظلم اللي يخليهم ما يرفوش لعبه المباراة لا أقيمت في المغرب خلاص الأهلي يقدر يكسب في المغرب الأهلي يقدر يفوز على الوداد في ملعبه ده الأهلي كبير الكارة أي فريق لو يعني لو في محل لو في قافيه هيكسب مش في ملعب كورة هيكسب الأهلي يكسب في أي مكان فما فيش قلق على الكورة احنا لو متضايقين دلوقتي فمتضايقين من غياب العدل بس مش متضايقين أو قلقانين على الأهلي لا الأهلي يقدر يكسب هرجع تاني الموضوع الجماهير مهم جدا الفترة اللي جاية يبقى فيه رحلات طيران كثيرة يبقى فيه شركات سياحة تتدخل في هذا الأمر تعمل نظام مثلا يعني بقول مثلا الموضوع لسه حصل فبفكر معاك وإحنا على الهوى يعني نظام تأسيط معين تسهيلات معينة تأشيرات كمان يبقى فيها تسهيلات معينة كل الأمور دي تبقى سهلة عشان نضمن أكبر تواجد للجماهير في المغرب ومسندة كبيرة للنادي الأهلي في المغرب أمام الوداد عشان يحس على ملعبه ويحس ان هو وسط جماهيره دي كلها أمور المفهول تتحل وتتعمل بسرعة في الأيام القليلة اللي جاية عشان احنا خلاص بنتكلم في 20 يوم بالزبط للمباراة النهائية نروح لأخبار تخص النادي الأهلي والدكتور أحمد أبو عبلا طبيب بالنادي الأهلي حصل على تقرير خاص من المغربي بدر بنون مدافع الفريق وينقل تفاصيل الجهاز الفني والتقريب بيقول أن بدر حالته بقت أفضل بكتير ومسألة التنفس تحسنت عنده بشكل كبير جدا وما فيش تأثيرات كثيرة حول القلب والرئة لكن دكتور أبو عبلا أكد أن بنون محتاج أسابيع قليلة أخرى عشان يتخلص نهائي من تأثير توابع فيروس كورونا على القلب وحدد عشر تيام هيكون فيها بدر بنون تحت ملاحظة يومية عشان يتأكد من سلامة اللاعب نهائيا طبيب الأهلي قال كمان من وجهة نظره بشكل مبدأي أن مشاركة بنون في النهائي دوري أبطال أفراقيا هتكون صعبة جدا وأنه أولا وبعد الاتمانان عليه لازم ياخد شوية وقت في مطشاط الدوري ده ردا طبع تأيير مغربية قالت أن بدر بنون ممكن يشارك مع النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفراقيا حمد فاتحي من اللعيبة للجهاز الفني طلب تعديل القيمة المالية فيها عظم الفترة اللي جاية تقديرا للأداء اللي بيقدمه والتزامه الكبير وعدم إثارته لأي مشاكل وكمان أنه ما تكلمش خالص في موضوع تعديل العقل الاتفاق بين الجهاز الفني وإدارة الكرة أنه يكون التعديل بعد بطولة أفراقيا عمل أداء رائع حمد فاتحي مع الأهلي رائع جدا الجنوب أفريكي بيتسو مسماني مديل فني للنادي الأهلي أبدأ تحفظه على فكرة عودة السنائي المعار السنغالي أليو باجي والكنغولي وولتر بواليا إلى صفوف الفريق بعد انتهاء عارتهم بنهاية الموسم الحالي باجي يلعب لنادي ميان الفرنسي فيما يلعب بواليا في الدولة القطري مع نادي السنية مسماني أكد للجنة التقطيط أن السنائي حصل على الفرصة مع الأهلي ولم ينجحها في استغلالها موضوع حان رغبته في عدم عودتهما إلى الفريق مرة أخرى أيضا لجنة التقطيط بالنادي الأهلي خدت قرار غير معلن حتى الآن بضرورة تسويق كهرباء مبكرا والبحث عن عرض جديد له الفترة اللي جاية ولو إعارة مجددة خصوصا أن بيتسو مسماني رافض وجوده مع الفريق في الفترة اللي جاية وده من نسبة قرب نهاية الدوري التركي الفاضل له جولتين على النهاية وبعدها هتنتهي أعارض كهرباء مع فريقه الحالي هطاي موضوع كهرباء عشان دايما موضوع كهرباء ده فيه جدل وفيه خناقات وفيه زعل ويقول لك أصله يعني فيه كلام دايما فيه يعني مش حاجة واضحة لمجسماني بشكل واضح بيقول إنه مش عايز كهرباء ولا النادي الأهلي كقدرة بتقول إنها مش عايزة كهرباء بس تعاوني نتكلم فيه بهدوء وببساطة شديدة كهرباء في فترة العادة مع النادي الأهلي قدم تقريبا 20-30% من المتوقع منه ربما ما يكونش هو السبب ربما يكون الجهاز الفني ربما يكون بيتسو موسيماني ما دروش الفرصة الكافية مش شرط يكون هو المقصر وممكن يكون هو المقصر بس في كل الأحوال واضح إن العلاقة فنيا شوف بقى بقول لك فنيا سيبك من كل الكواليس وما والحاجات اللي بتتقال بس واضح إنه العلاقة فنيا بين بيتسو موسيماني وكهرباء مش عظيمة يعني بيتسو موسيماني ممكن ما يكونش محتاج كهرباء ممكن يكون كهرباء مش قادر يلعب مع النادي الأهلي في وقت بيتسو موسيماني ده عادي جدا وبيحصل دون أي مشاكل ودون أي أزمات ودون أي قيل أو قال موضوع بسيط عشان كده كهرباء عودتوا للنادي الأهلي ممكن الفترة اللي جاية تكون صعبة النهاردة أيضا اتحاد الأفريقي الكرة القدم الكاف أعلن التشكيل المثالي لزهاب نصف نهاء دورة أبطال أفريقيا والجميل إنه كان فيه ست لعبين من الأهلي يعني أكتر من نصف التشكيل اللي كانوا من الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول وأليو جينج وحمد فاتحي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي حواصل محمد الشناوي خط الدفاع علي معلول أشرف داري من الوداد وأيوب عملود من الوداد وخط الوسط أليو ديانج وجيلسون لعب بيتر أتليتكو وحمد فاتحي وجبران لعب الوداد وخط الهجوم كان فيه طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وأيضا مابينزا لعب الوداد من النادي الأهلي إلى منتخب مصر وكابتل إيهاب جلال حصل على أرقام اللاعبين المحترفين من اتحاد المصر وكورة القدم زي تريزيجيه والنيني وأيضا أمر مرموش وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسي ريان عشان يتواصل معاهم جميعا الأيام اللي جاية حتى اللعيبة اللي كانت بقيدة عن المنتخب زي أحمد حسن كوكا إيهاب جلال قرر يعمل كده عشان يأكد فكرة أن المنتخب بابه مفتوح لأي لعب هيظهر بشكل جيد إيهاب جلال كان اتصل بمحمد صلاح فور تولير مهمة كمدرب للمنتخب وده اللي قاله في المؤتمر الصحفي لتقديمه النهار ده زي ما الأستاذ إيابي كومي قال مجلس الدولة الاتحاد المصر قدم استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الاتحاد عقد الوزير جلسة موسعة مع المجلس تناولوا خلالها بعض الملفات وعلى رأسها خط الدعم المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة وتطورات الأعمال الإنشائية بمشروع المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة أكد على صحته الكاملة في قارات مجلس دولة اتحاد الكرة ودعمه للمجلس من أجل النهوض بقرة القدم المصرية من اتحاد الكرة إلى رابطة الأندية والنهاردة رابطة الأندية زفت خبر سعيد للجمهير المصرية أعلنت زيادة عدد الجمهير في مباراة الدوري من 2000 إلى 5000 يعني أكثر من الضعف الضعف ونص يعني 5000 مشجحة هيبقوا موجودين بداية من مباراة الجولة 18 بالدوري كمان قررت تخفيض سعر التسكرة الموحدة من 100 جنيه إلى 75 جنيه للتسيير على المشاجعين لحضور المباراة حلو الكلام حلو الكلام أنه يبقى فيه 5000 مشجحة في كل مباراة في الدوري الممتاز بس المهم كمان أن احنا هنروح بقى المطشط هتقول لي يعني إيه نروح المطشط هقول لك أنا خد بقى مني كلمتين دول عشان ممكن تتفايق شويتين تلاتة احنا طبعا كلنا قعدنا النادي بعودة الجمهير كلنا عايزين الجمهير ترجع المدرجات بعض الأندية تشتكي أن التذاكر ما بتخلص في المباراة بتاعتها ما بتخلص ما حدش بيأخدها ما حدش بيشتريها لا روحوا الاستاد استمتعوا أنا فاهم أن فيه جيل كبير جدا ما جربش متعة الاستاد فيه جيل كبير جدا ما جربش متعة الاستاد احنا عدنا سنين طويلة بدون جماهير ففيه ناس كتيرة مش فاهمة أهمية ولا متعم الحضور المباراة في الاستاد جربوا روحوا الاستاد استمتعوا بالاستاد فيه ناس طبعا شايفة التذكرة غالية وخيرا فعل النهاردة رابط الأندية أنها خفضت سعر التسكرة التسكرة الموحدة لـ 75 جنيه وفي رأيي يعني في رأيي أنا في أهم أنه لما بقول كده ممكن الناس تدعي بس 75 جنيه ده رقم معقول معقول بالنسبة لأسعار الحاجات الطرفهية في حياتنا يوميا يعني تسكرة السينما عادتك في الكافي يعني الحاجات الطرفهية لأنك لو عايز ترفع عن نفسك وهتدفع 75 جنيه أوكي مش بقول أنه رقم أليل ممكن يبقى رقم كبير عند كثير من الناس بس هو رقم طرفهية لأنه قدام أنت رايح ترفع عن نفسك مباراة في الأسبوع مباراة في الشهر يعده يعده وسروح استمتع بالمباراة استمتع دي فرصة عظيمة جدا شايفين منظر عامل إزاي؟ نفسي بقى الاستاد احنا وصلنا إلى 5000 بإذن الله نوصل للرقم ده الرقم ده عادة الرقم ده عادة المدرجات لما بتتملي بتتملي في المطشط الكبيرة وبالمناسبة من قبل 10-11 سنة عشانا كنت راجل بحب أروح الاستاد يعني كان دايماً المباراة الكبيرة اللي بيتملي فيها الاستاد مباراة مثلاً يعني الأهلي وإنبي الأهلي ودي دجلة الأهلي وطرف تاني مفوش جماهير الزمالك ومصر المقص ما كانش دايماً المباراة دي بيبقى فيها جماهير كتير وكنا ساعتها وأنا فاكر كابتن الكبير كابتن محمود بكر وكابتن ميمي الشربيني لما كان بيعودوا بيعلقوا أساطير التعليق في مصر كنا علاقوا يقولك يا جماعة عايزين نبلى المدرجات يا جماعة المدرجات دي كلها حلوة فكان دايماً فيه نزوح عند الناس لو المدرج مش كبير لو المدرج مش كبير وفي جزئية أخرى مهمة إنه زمان إحنا لما كنا بنروح لستاد كنت بروح أجيب صحابي وصحابي يجيبوني وإنه إحنا نفرج مع مدرج على الساعة عشان نتكلم في الكرة مع بعض زمان دلوقتي السوشال ميديا خلت الناس تعمل جروب على الواتساب يقضوا يهزروا مع بعض يتحقوا مع بعض يكلموا على الكرة مع بعض فالموضوع بقى عالم افتراضي أكتر منه عالم حقيقي فالناس ميبقى شفري معاها أو بعض الناس مش كل الناس طبعا بعض الناس ميبقى شفري معاها أول لستاد بس لستاد اللي مراحش لستاد جرب تروح لستاد لو عندك فرصة وعندك مساحة وعندك فائد مالي ترفيه تقدر تروح بيالستاد روح لستاد واستمتع ووعدك إنك هتستمتع طيب نروح ليه أخبار نادي الزمالك وجاملة الزمالك لمباراة امبي اليوم الثلاثاء إن شاء الله في بطولة الدوري الممتاز في حراس المرمة محمد أبو جبل ومحمد عواد في خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبدالغاني ومحمود حمد الوينش وعبدالله جمع وإحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوسي خط الوسط هيبقى فيه طريق حمد ومحمد أشرف روئة يوسف أوباما وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبدالله في لجوم في سيف الجزيري وأمر السعيد يغيب عن قائمة الزمالك في هذه المواجهة شكبالة وأمام عشورة محمد أونجب وأيمن حفني ومحمد عبدالشافي طيب ليه بقى فريرة استبعد محمد أونجب ومحمد عبدالشافي وأيمن حفني عن قائمة مباراة أمبي الأسباب أسباب فنية فريرة شايف أن أونجب محتاج شغل كتير من الناحية البدنية وأيمن حفني بيخضع لبرنامج خاص أيضا بدني وفقا لقرار فريرة والمفاجأ هو استمرار غياب محمد عبدالشافي عن مباراة فريرة شايف أن أداء محمد عبدالشافي تراجع لذلك فضل أن اللعب يأخذ تدريبات إضافية خلال الفترة اللي جاية فيش ألاء لو محمد عبدالشافي يغيب ما تقلقش بش يعمل ألاء بش يعمل أزمة بش يعمل مشكلة هو هيتضرب أكتر وهيحمل على نفسه أكتر عشان يرجع تاني بدون أي أزمة دون أي مشاكل ده كبير لعب كبير يعني لعب كبير اسما وخبرة وسنا طبعا وكل حاجة لعبة اللي زي دين لما بتغيب كتير بتتضايق لكن محمد عبدالشافي ما بتضايقش محمد عبدالشافي مش من لعبة اللي تضايق محمد عبدالشافي مش من لعبة اللي ممكن تعمل أي أزمة فقط جلسة مع لعبي نادي الزمالك بعد المرأة نتكلم معهم عن الأخبار المتدولة بأنه استقار على قائمة الراحلين عن الفريق أو تعقدات المحتملة تدعيم صفوف الفريق فريرة قال للعبي الزمالك بالنص أنا مش طالب منكم غير التركيز والاجتهاد وأنا ما طلبتش رحيل أي لاعب بالعكس أنتم لعبة كبيرة وعن اقتراب انتهاء عقود بعض اللاعبين قال لهم الالتزام بالتعاقد لآخر يوم فعادك بنفس الاجتهاد هو نجاح لللاعب نفسه سواء قرر الرحيل أو تم التجديد التعاقد معه كلام محترم الهام اللي فاتت حصل اجتماع بين فريرة وأمير مرتضى واتفعوا على تكوين فريق الأمل مكون من 22 لعب مميز بقطاع النشيين لاتفاق بغرض هدفين الهدف الأول هو تسعيد خمس لعبين لصفوف الفريق الأول وتعديل عقودهم مع النادي والهدف الثاني هو تسويق قطاع النشيين والاستفادة منهم ملائد رقم 10 عرف ان فريرة طلب من مسؤولي الزمالك التعاقد مع مدير فني أجدبي لفريق الأمل وخلال فترة التعاقف هيكون فيه مباريات ودية مع الفريق الأول حاليا تم تكليف أسامة نبيه المدرب العام محمد عبد المقصود بالإشراف على الفريق بشكل مواقع فريق الأمل بشكل مواقع محمد عشرف رقم لعب وسط الزمالك منتظر القرار النهائي لمسؤولي النادي الحسم وقفه مع الفريق خصويا اللعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي وانه تلقى أكتر من عرض خلال الفترة الأخيرة رؤى بيفضل الاستمرار في الزمالك ومش عايز يستعجل في القرار الرحيل خصويا فرص مشاركته كبيرة مع الزمالك في ذلك وجود نقص عددي في مركزه نهاية الزمالك كمان من ناحية تانية بعيدة عن كرة القدم أعلن عودة مهاب ياسر نجم فريق كرة السلة بعد فترة احتراف في الدوري الجامعات الأمريكية الزمالك تعاقد مع اللاعب لمدة أربع مواسم مسؤولي الزمالك بيدعمه فريق السلة بشكل جيد استعدادا للتصويرات النهائية لبطولة أفريقيا والمقرار قمتها في رواندا خلال الشهر الحالي تعروح لي أهم مباراة يوم الثلاثاء 10 مايو في الدوري المصري الممتاز الجولة 18 سيماكلو باترا هيواجه الجونة الساعة 6 ونص ومباراة كبيرة تجمع الزمالك مع انبي الساعة 9 مساء وفي الدوري الإنجليزي الجولة 32 أسلون فيلا وليفربول الساعة 9 مساء كل التوفيق ليفربول قدام فريق ستيفان جيرارد وسطورة ليفربول اللي بيدرب أسلون فيلا الدور الأسباني الجولة 36 دور الأسباني الحسم وريال مديد خلاص رسميا فالإنسا بيواجه ريال بيتيس الساعة 7 غرناطا هيواجه أتليتك بيلباو الساعة 8 وبرشلونة هيواجه سيلتا بيجو الساعة 9 ونص لسه بكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من الرقم 10 وكلام كتير عن موقف الكاف ضد النادي الأهلي وكلام كثير أو عشان ما بريخش موقف الكاف ضد النادي الأهلي قبالي ضد النادي الأهلي بصراحة قرغ العادل عشاني بقى واضحين يعني هنتكلم فيه أكتر مع الكابتن الكبير كابتن محمد عبدالجليل بعد هذا الفاصل خليكم معا يا أنا بحركم مرة أخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة الضيف العزيز دائما الكابتن الكبير كابتن محمد عبدالجليل الكابتن محمد مبدأين كده وحشني جدا وانت كمان بجد كل سنطيب وخير اه بشهر ورمضان كل ما تقابلناش حبيبي احنا النهاردة نتقامين زي بعضا اكيد كل سوح راك طيب انت طيب يا حبيبي اه برش راك ايه زي الفل الحمد كريسه زي الفل اه الحمد لله مدايق جدا مدايق جدا مدايق جدا مدايق 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 اه السيناريو ده بتعمل على الاهل بقاله سنتين ثلاثة مش من دلوقتي وإحنا حذرنا كذا مرة ما بين يجيبوا حكام على مزاجهم ما بين يعملوا مواعيد متشاط على مزاجهم يعني حد يقول ان يتلعب كاس عالم أندية مع كاس أمم نقطة مهمة دي أنا كنت فاكر أقولها وانت تقولها النهاردة بس نقطة مهمة دي جدا يا كابتن محمد فيه سيناريهات عايزة تبعد الاهلي وانا عارف ان احنا بنقول مفيش مؤامرة وانت ما بتحبش انت سماعتك في الانتر بس انا بقولك انا بسلسل احداث بقالي سنتين ثلاثة اتحاد الدولي بيقول اتحاد الافريكي هو انتم عندكمش غير نادي الاهلي في افريقيا بيكلمك بأمانة هي بتتقالك كده انتو الدوري عندكم الافريكي ده ضعيف جدا بدليل ان فرقة واحدة هي اللي بتكسب وبتصعد كاس عالم فاكر فرق كيانوس واستراليا والحاجات دي حتى هم جابوا استراليا وقضوهم اسيا عشان خاطر المنافسات مش كل حاجة استراليا تخش احنا مش زنبنا او قدرنا ان احنا فرقة كبيرة قدرنا ان احنا كبار افريكيا فعلا ما هو الترجبي جاهز والرجاء جاهز والزمالك جاهز والرودات جاهز وكل الفرق وصانداونز مش صانداونز اللي كسبتنا خمسة بس انا بعرف اقع وقوم تاني الناد الاهلي بيعرف يقع ويقوم بس الضغط باين عليهم او ان هم عايزين يطلعوا فرقة تانية كاس عالم قندية عايزين يدوا فرقة تانية كاس افريكيا ازاي بقى فرقة تاخد ثلاثة كاس وغرا بعض ولعب انهائي كاس امم مصر وقبل كده وغضى ثلاثة امم افريكيا مصر عاملالهم مشكلة وللاسف احنا بقلنا فترة ضعاف في الاتحاد الافريكي جدا مع انه على ارضنا هنا انا مش معاكن ننسحب احنا نلعف اي حت لا انا مش ننسحب لا انا معاكن انا انت بتقول ما ينفعش عارف الكلام ده لو من 15 سنة لو ايام الكابتن صالح كان خد قرار على طول زي ما حصل زي ما حصل وانا كنت موجود وانا كنت موجود لما انسحبوا وكان عاينا ضغوط جامدة برضو احنا فيه ماتش تغلبناه في كل دفورت اتصفر من افريكا زبهور قبل الماتش اللي احنا خدنا فيه البطولة مطلوب من عندك ثلاثة لعيبة في نها افريكا ولا حدش بيداري بالحاجات دي ولا حد حتى التاريخ مش جايبها لان ما كانش فيه بتتزع لماتشات ولا حاجة التعاند فكابتن صالح خد القرار احنا خسرنا ناد الاهل خسر في ثلاث سنين السنة دي ما ينفعش لمجلس ادارة الاهل العالم القندية لا اشترك اما ان كان صعب جدا المباراة دي ورضو الاهل هيقدم احتجاجات بس انا عارف الاهل ولعبته بقولوا هنلعب في اي حتة احنا لو رحنا اي حتة هنلعب فيها ودي الميزة بتاعتنادي الاهل ان هو هيقدم الاحتجاجات الناس هتحس بظلم جامد بس زي ما انت قلت تكلم على الفار مهم قوي التحكيم سعة الملعب التلاث حاجات دي حقوقنا ما نتنزلش عنها ايوه دي لو فعلا خدناها صح احنا بقى ضربنا الاتحاد الافريكي صح احنا يمكن كلنا كنا زعلانين من تعال كاميرون اتو سامول اتو كنا زعلانين هو تصرح وقال دي حرب ومش حرب بس انا بحقي انه وقف قدام الاتحاد الافريكي وقال البطولة هتتلعب في الكاميرون وفي الكاميرون وكان واقف ضدهم وقعد في المنصة الناس اللي لعبها القدامة وما قعدش حد يعني كذا حاجة عملها لا انا جامد انا قاوي بس في نقطة مهمة وخلينا منطقيين وخلينا نتكلم على الارض فضل انا طالبت انه الاهل ياخد نصف ساعة الاستاد ممكن يبقى فيه صعوبة انه الاهل يامنا نصف ساعة الاستاد انك تصفر 35000 ومشاكلة صعب خلينا منطقيين بس الاتحاد الافريكي انا عمل تليفون قبل ما ادخل على طول صعب ان يسيب الملعب مش هيسيب اجزاء من الملعب فاضي ده واحد اتنين لما تفتكر مباراة الرجاء مباراة العودة بين الاهل والرجاء في دورة ابطالة افريكيا السنانية انت شفت دخول الجمهير بقوة وشدة انهما انطوا اسوار عشان يملوا الكاريس فكده كده جمهير ودات كمان مش هتسيبك مش هتسيب لك جزء فاضي من الملعب فضوق عيا يعني عشان بس نبقى برضو ايه نقول كلام على الارض مش كلام خيالي انا قلت الكلام الخيالي بس الكلام اللي على الارض انه اللسان مش هيبقى نص ونص صعب انا معا بس نحاول على الالي نضغط على الالي نضيقهم زي ما دايقونا لهم دايقونا جامد الكاف وانا عايز اكرر تاني يا كابتن محمد لا مش كاف انه الاخوة المغربة ملهمش دخل في الموضوع خالص هم من حق يطب بس هو عنده واحد قوي فوزي باكشة لقوي زي روراوة في الجزائر مكان قوي برضو لما كسبناهم هنا ثلاثة واحد ومفروض احنا نسعد او كسبناهم هنا اتنين وكنوا مغلوبين ثلاثة واحد ومفروض احنا نسعد كان قوي برضو نفس الكلام نصلت مع فوزي دي مشكلة احنا بقلنا فترة المهندسة هاني بريدة مش بحمله حاجة برضو قاعد على ترابيزة فيها اتماشر تلستاشر واحد ليهم اراء كتير بس لما سمعت الكابتن شطن بارح في احدى المدخلات قال ان الكابتن هاني ادى صوته للمغرب من موت شد لأ وكان مفروض يمتنع يقوم ويسيب الجلسة ويمشي في نظر الشعب المصري هتوبقى اقوى انه ناخد كاس افريكي اما واحد من عندي من مكتب جوه يعترض ويبيني الاعتراض بتاعه بشدة وهو قدامه سنتين بالكتير اول قرار بصدافة المغرب لمباراة النهاية ارسل احتجاجا شديد اللهجة ليه الكابتن هو دا الطبيعي هو دا الطبيعي بس التحرك السريع هو دا اللي كويس دا اللي مش طبيعي في ايام سولي دايق بقى واللي زعل عدم ارسال ملف الاتحاد المصري قدام لستضافة المباراة انا اسمعت الدكتور اهاب هو مش المجلس دا هو الاستاذ احمد مجاهد وانت استاذ احمد مجاهد انت كنت همك ان انت تجيب مدرب ولا كنت عايز مش باصص على اللونج انت مفروض رئيس الاتحاد او رئيس لاجنة او انت بتحضر لمنتخب مصر او النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي فرقة بتلعب انت بتحميهم في ظهرهم ودايما بصص لهم لقدامي طب انا فيها ايه لما اقدم ملف ويتحط حتى لو ترفقت زي ما انت قلت لو اتعرض للملفين هيشيلوهم الاتنين او اعتذر اه يعني مثلا انا من حيث المبدأ كده هحط لي ملف اه لالي والزمالك ما وصلوش النهائش بعد كده اعتذر بس حم ملفك زي ما سين غالصة حابت ملفك هم حق يعني ساعتا اقول مش هستضيف المباراة مش عايز مش عايز احميك عن نفس المباراة دا بس يبقى لينا ضيلعي كده اه لا بص هي لفة وفي حاجة انا بقولك في حاجة ومش اتحاد الافريكي بس اه مضغوطين عليهم والاتحاد الافريكي باين ان هو اه بقاله فترة الحبال بتاعته اه مع الاتحاد الدولي هو اللي بيحركوا ام اتحاد الدولي ام بدليل كاس عالم اندية في وقت كاس امم ما حادش بقوا كده صح ده واضح جدا الاتحاد الافريكي مش قوي اشوف عيسى حياته قاله فيه مابسة قمر بعد اما مشي بس انا بقولك احنا ما تظلمناش في عصر عيسى حياته صح ما جاتش قرارات كده ايام عيسى حياته خالص اقتدين مصر على العكس اني كان فيه ناس من المجلس بتاع الاتحاد الافريكي عايزين ينقلوا المقر من مصر اللي بره وهو رفض عيسى حياته قال طول ما انا موجود في اتحاد الافريكي ده في مصر موجود الاتحاد الافريكي ام فاتمنى اتمنى ان اتحاد الافريكي يعيد حساباته ام لان كده مش هيمفع المباراة احنا كنا نقول خمسين خمسين ام لو تلعبت في ارض عادية لان الوداد فازع حالته صح انما هي دلوقت كابتن لا هي دلوقت ستين اربعين وملعب محمد الخامس ملعب صعب مرعب جدا ام انا حضرت المباراة فيها ام صوت الجمعين المجربية صوت جعوري قوي جدا جعوري اه تجليهم وما بيدبوا على الارض انا مارك وتعال في المدرجات انا الان اه اه وما اللعيب عامل ايه في ارض المرعب فلا في ضغط بس انا بقول لك الظلم او او لا لا ده انا بتديني قوة اكتر وانا هفكرك ان شاء الله هنكسب الجمهور الوداد ده هيثقف للنادل الاهلي كله ان شاء الله يا رب طيب عايز اعلك سؤالي يخص التحكيم في هذه المواجهة واطلب من زمالي في الاعداد لو قدرنا نجيب كمان الكابتن جاناة جريشة خابرنا التحكيم الكبير نسأله على السؤال اللي هسأله لكابتن محمد عبدالجليل دلوقتي كابتن محمد دلوقتي الاهلي يطلب ايه فيما يخص الحكام ما هو معلش الموضوع بقى فيه بعض الريبة بعض الالاء بعض الشك او انت اللي حطتني فيه يعني انت الكاف اللي حطتني في التفكير ده انا مكنت شغال سأحط نفسي فيه ايه يطلب ايه الاهلي ده هو الاول طبعا انه هو الكاف مش هيعمل ده كل ده ويحط البطولة المغرب على طبق المفضة ويجيب حكم قوي فهيجيب حكم برضو ايه لو الكافة مالت شوية لا احنا بعد اما كل ده عملناه عشان نجيبه في المغرب وعشان كده ما ينفعش تطلع البطولة ايه من الوداد ده في دماغهم شئنا امقابينا مؤامرات بقى مش مؤامرات اصلا ما تقنعنيش ان كل اللي عادينا على الترابيزة 13 واحد ولا 14 واحد هما 13 يقولوا المغرب ليه ليه ما قطر كانت مقدمة ما تبع تقول انتوش لعبتوا السوبر في قطر ابعد ابعد عن الشبهات انما كانت واضحا فيه الاهل يجب اعمل ايه احنا عايزين حكم اللي انت قلت عليه فيكتور جميز ده حكم غيف حكم ما علهوش الجنوب افريكي صح ما علهوش كلام خالص و النقطة بتاعة حكام اجانب على الفار دي تبقى تحفى مش عايز حد من شمال افريكي معلش اصلا على التراويزة برضو في الاتحاد كلهم من شمال افريكي لا وانا دايما بيتشوف انه الحكام اللي في الفار اهم بالنسبة لي من حاكم الساحة هو اللي بيدير الموتش عشان حاكم الفار هو بتاع الكارات الحاسمة ايوه يعني الحاكم اللي على ارض الملعب لا قدر الله لا قدر الله نوامي السليمة فبتاع الفار هيجيبه اه نعطل ضرب الجزاء يفموتش الجيش يفموتش الظهر ده فيوتشار فيوتشار وفارقه اخر ثانية ده لو مش حاكم الفار قوي مش هينده جابت كابتل محمود عشور كابتل محمود عشور بص ورغم انك ان فيها احتراضات غريبة من الجميع اه وكابتل محمود عشور راح بص سوالك حاجة الامانة عشان انا شفتها في الام محمود عشور الولد حاطف ايده غلى ظهره كده هي بالن مش باينة مش باينة مش باينة المحمود عشور عايزة فار طبعا عايزة فار طبعا فالميزة هنا الفار ممكن في منطقة افريقيا ممكن حاكم الفار لو هو مش عايز هيقول له كمل صح ولا هيعيد الكورة ولا هيعيدها من زاوية مش باينة فتح نسأل الكابتل جهاد جريش فضل الكابتل الكبير كابتل جهاد جريش صباح الفل عليك مشرف ومنور صباح الفل عليك وعلى كل مشاهدينك واردوكي معك اخبارك يا كابتل جهاد الحمد لله والله انا كنت بتكلم عنه وكابتل محمود عبي جيد دلوقتي على اقتراح يعني فكرة انا دريدشت فيها معاك قبل الهوى بس حارب حارك كمان تقولها على الهوى وهو مطالبة النادي الاهلي او المفروض الاهلي يعمله انه يطالب مثلا بحكام فار اجانب او اوروبيين زي ما حصل في مبراية تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم هل ده وارد هل ده واجب هل ده مفروض يحصل هل الكاف ممكن يوافع على حاجة زي كده أولا بصبع كابتل محمد طبعا بفاصلة كبيرة مشوفتوش فبصبع عليه ربان دول الصحيح موضة انا كابتل محمد صباح كابتل كريم من القصة في الاتحاد الافريقى المشاتة الانطلع فيها حكام فار داتا Air داتاaut الدولي كان مض rush достаточно وكان سهل جدا او داتاولي من Three كان يعير Tooster وكان يعينí فار فهدput لأن ده صعبة كبير جدا من The حتى لو انطلب يعني أنا أتوقعت أن هذا الطلب سيقابل بالرفض من التحدي الأفريقي ولكن نحن نتكلم أنه لا يمكن أن تتكلم أنه خمس ستة حكام تصدق فيهم كناند أهلي في موضوع كبير زيادة عشان يتم الاختام من خلالهم وبالتالي سيكون متاح من الاند الأهلي أن يتكلم من التحدي الأفريقي أنا أريد خمس ستة حكام أحدهم بالإسم يختار تحدي فيهم منهم يبدأ أن يمكن أن تكون سهل جداً التحدي الأهلي يشتغل في الهدى أو التحدي الكرة يشتغل في الهدى لتحديث العدالة الكاملة في ماتش كبير زي نهاء أفريق طيب لو سألت حالك تشايف مين الحكم الأنسب لإقدارة مبارزة دي في الوضع الحالي الوضع اللي فيه بعض الريبة والألاء ده يعني أنا من وجهة نظر شخصية فيكتور جوميز رقم واحد في أفريقيا حالياً ممكن تسكف نازهته وتسكف أداءه في الملعب وفي نفس الوقت نحن نحتاج حكم فار بكفاءة عالية أنا أسكت جداً في جانيس الكازي واللي كان مع ماتش الأهلي ماتش اللي فات وحكم فار جريء وراحكس عالم اللي فات فالراجل برضو خبراته كبيرة وعايز في ماتش كبير زي دوت لازم ينجح فإن دولة لو توفروا في مباراة سكوا درجة كريم أنه هيخرج الأهلي وقت حقه تماماً في المباراة وبالتالي مش هتحسي بالتحكم في المباراة هل هتتفاجئ لو لقيت مثلاً بكاري جسامة في أرض الملعب أو على الفار؟ لا أعتقدش ما سيحصل ده أنا ما أعتقدش مش هتفاجئ لأنه أنا برضو إحنا اللي إنت اللي هم يتكلم فيه أو اللي إحنا حاسم بيه كجمهور مصري ما اللي حصل مع جسامة في ماتش في كاسع أم أفريكا كجمهور مصري والأهلي برضو ما فيش قناعة في جسامة فهي يستبعد جداً جداً جسامة من الموضوع ده البساطي جداً الحكم الشمال أفريكا أتوقع أنه يبقى مستبعد في الماتش الجيداد والأهلي بصورة كبيرة فتوقع الشخصي بالنسبة كبيرة جداً هتلاقي كثير جميز من المرشحين جداً أو في الصورة جداً أنه برقم واحد في المرشح لإدارة المباراة النهائية في السنة إن شاء الله عظيم جداً لفت نظرك لأطهات تحكمية في مباراة اليوم في الدوري؟ لا أنا ما تبردش أو بس أنا كان في حد يكلمني فإن شكراً على الماتشاط النهاردة كانت في الظروف كناً ما تفاكش على الماتشاط لكن هتفرج عليها كريم وبمعادة إن شاء الله في الحلات الجاية هنتكلم فيها إن شاء الله كابتن جاد جريشي نورتني كالعاد دائماً بستمتع بتواجدك معي أنا بشكرك شكراً جزائي على هذه المداخلة حكام النهاردة كويسين حكام؟ نهاردة كويسين برايم نوردين نهاردة محمود عشور بس عصبين شوية يعني الملحوظة عليهم بس بصراحة أكلمك بصراحة يعني أنا شفت ماتش فيوتشر وفاركو النهاردة في اللقطة التحكمية بتاعت أخر ثانية دي أعتراضات كبيرة جداً من اللاعب في فاركو أعتراضات كبيرة جداً من اللاعب فيوتشر والجهاز الفني والراجل لسه بيسمع الفقر أنا دايماً بقول إيه ده على فكرة مش المباراة دي بس ده كل مباراة ما تستنوا طب دوله فرصة حتى ياخد قرار يعني ممكن تعمل الأعتراضات دي كلها أسخب بالك في كم كارتة صفر طلع على الفاضي كم واحد خسر قرود صفر وراجل حسب القرار زي ما أنت عايز في الآخر يعني أو زي محقك ياخد هو مشكلة العاب المصري أنه هو فاكر نما يروح للحاكم يقول له لا والله دي والتاني يقول له لا ما فاش حاجة الحاكم يسمع لهم هم هو عمال يعمل لهم كده وكل شوفه هو مرة واتنين واتلاتة كل شو واحد يجيله مفروض بشوف واحد عائل أو اتنين من الفرق كذا ما تشوف بيروح جاي بيقول لهم يا جماعة وبيسمع وبيبعدهم صح ياريت الثقافة دي تبقى عند الفرق كلها خلاص هو بيابي مع الفار ممكن تعترب بعد ما ياخد قراره بالظبط على فكرة هو الاعتراض مرفوض في كل الأحوال بس ياهو بس استنى هو لسه ما خدش قرار اه فاستنى وشوف هيعمل ايه صح انما انت راح تأثر عليه وبعدهم بيروح جاي مدرر بنزله ودخله وهو راح على الفار وانت بشتقف معه في الفار مظبوط بص ايه الحاجات دي كلها التغيير الثقافة مهمة اوي للعيبة وللجهاز وانا بقول لك والله يا كريم مفيش حاكم بينزل من بيته بالذات في مصر ينازل عشان يظلم حتى الحاكم بيعمل تاريخ لنفسه صح مش بيعمل تاريخ لنادي او هيحاب النادي طب يحب نفسه اكتر ما يحب النادي انا على فكرة بالمناسبة يعني الحكام ممكن يبقى ليهم انتماءات وغالبا ليهم انتماءات طبعا مش بسر بس هو مش هيحب الفرقة اللي بيحبها دي اكتر من نفسه الحاكم بعنده ابن في القيد عنده ناس في المنطقة لما يروحوا يبقى وحش صح بيتأثر بيتأثر جامل لما بيروحوا ورفع راسه وحاكم ما ظالمش حد بس دايخ ناف تعمل حرك نقطة مهمة الشيء بالشيء يسكن انه الحكام في مصر مفيش خلاف على ضميرهم الرائع ونزاهتهم وعلى كل شيء مفيش خلاف محدش يقدر يشكك في ده بس برضو محتاجين تأهيل وفيه اخطاء فنية صعبة وفيه مشاكل بتحصل عندونا قصد وانا بأكد تاني عندونا قصد بيداق الفرق كلها محتاجين تطوير في الموضوع ده زي ما فيه مدرب كويس فيه لعيب كويس فيه لعيب أحسن من اللعيب فيه حكم كويس وفيه حكم ضعيف ضعيف يعني السنس بتاعه مش موجود لما هو ما بيظلمش كان الكاتر حزي إمامك طرح انه ييجي خبير عالمي يبدأ يدرب الحكام بس قبل بالرفض هذا الطلب يعني ما هو عشان الكاترنا سامي يفضل حاطة إيده على الليلة وانا لو جيب واحد أجنابي جامد ما هو تحت رعايتك يا كابتن عيسون وانت لو هتستفيد وانت لو هتستفيد وليه يجب انت تتعلم وحتى لو هو بطل الأبطال في التحكيم يا أخي التحكيم بيتغير كل دقيقة متستفاد انت كمان عشان تقدر تدي حركة مدرب مهما كنت مدرب كويس عايز تتعلم كل شوية وعايز تسمع من الناس كل شوية يا كابتن كريم أنا ساعات باخد تمارين من العيب لعب برا ولعب فأندية كتيرة ومر على مدربين كتيرة بيجي يقعد معايا بالليل يقول فيه تمرين كذا 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 باخده منه وحط عليه تطشيات خفيفة أو بخليزها ما هو مش عيب لا وفي النهاية مش هي تقلستو اللعب هو اللي حط الخطة ولا هو اللي عمل التدريب ولكن انت بتستفيد بتاخد من استفادة من كل اللي حواليك بالزبط فأنت دلوقتي تجيب واحد من برا أنا بقول لك الحكام بتاعنا نظف جدا بس فيهم حكم كويس حكم نص ونص وحكم وحش زي اللعيب الكويس والعيب النص ونص والعيب طب تعيد فكرة الأهل اللي طلب فيها حكام أجانب لمبولاتو في الدوري معاها أو مش معاها مش وقتها يعني نفسي نسند الحكام بتاعنا يعني بنشوف حكام برا بيخربوا الدنيا وحكام في أفريكا بيبوزوا الدنيا عن عمد بقى وانا غير عمد استحالة حكام أفريكا بأحسن من حكامنا استحالة احنا على مدار السنين مطلعين حكام فطاحل والله فطاحل الليقولة بس مشكلة أهلي وزمالك هنا في مصر كان الحكام دي هتبقى انا شفت البنة في مطش الرجاء والقداد السنة اللي فات علامي صح شفت جهات جريشة صح شفت أمين عمر شفت الناس دي انا مش عايز انسى حد انهم كلهم جمدين شفتهم هم ببرة لأ 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 لهم تقل هنا بس احنا هنا بندوس عليهم قوي لأ أنا شايف مطلب النادي الأهلي ان الحكام المصريين لأ ما يعني شغالين نفسي ندعمهم بس نفسي ندعم طب تعالى نرجع للنادي الأهلي بقى والنهاية ومشواره في البطارة الأفريقية بس نتكلم على الأمور الفنية شارك برستاو انت كنت دايما تقولي مش لعب سوبر بس لعب كويس لعب كويس يبقى سوبر امتى والآن بنا يديني مواتشين تلاتة زي ستيف صح يعني لو كسبني الوداد الديوت عظيم السلام وقول له يا ابن انت فلافيو انت جيلبرتو انت علي معلول انت اشرف بنشارك الناس اللي جات انت كوارشي الله الرحمن انت امانويل انما مش عايز تبقى انت صنداي فاكروا طبعا تعالى اهلي عايزوا انت تبقى زي اليو باجي اليو ديانج لا ديانج عالي طبعا فأنا لو اديني اليو باجي اليو باجي ديانج ده نجم اه انا مع عم سيماني مايرجعش هو بواليا برضو ام شفتك فهم لا مايرجعوش طبعا يرجعو يعملو ايه خلاص وما جات فارسة وخدوها اه اه دي بس هي دي النقطة الاهلي اه مركز الفترة دي المهم خليناها بيرستاو الاول بيرستاو ايه راي في المستوى اللي قدمه قدامه فاكس طيفة علي اوي اه علي اوي علي اوي ليه في تغير ليه في تباين في المستوى بتاع بيرستاو بيرستاو الفترة اللي فات دي الناس عاي تقول ايه ده ده ازاك ان بلعب في انجلتورة ده مع العيب اه وزاك ان مكسر الدنيا مع منتخب جنوب افراقيا فجأة بيديك مستوى عالمي اه في كوميراتو فاكس طيف هدفين وبيصنع هدفين خضيع اه ايه ليه بقى اقولك هو لما جيه اللي انا عايزه انهو اتصاب مرتين واره بعد في العضلة الامامية ام والعضلة الامامية دي غطارة وحشة قوي ام ما تدكش لو انت مهاري ان انت حكمك كله بالعضلة دي ام اتضم يا ربي كل لعبك وهو كل لعبه حتاجي كده صح فده كان اه فده كان مؤثر عليه انا شايف ان هو وصوله للمطشي ده بالفورمال ممكن يكون مستوى هو ده مستوى اللي الاهل اشترى بيه صح ده لو قال عن كده هتبقى زي العيب عمل اه عمل حاجة واو كده في ماتشو ونمره خمس ست ماتشات بعد كده صح انما لو هو عنده المستوى ده لا يا مرحب يا عالبي هكمل معاك فنين كثيرا عن النادي الاهلي ومستوى في مباراة بفاكستيف وتوقعك لمباراة الوداد الوداد عشان خلص مباراة العودة تقريبا شبه بحشو ان شاء الله صح نروح لفاصل بعد الفاصل نكمل كلامنا مع الكابتن الكبير كابتن محمد عبدالجليل خليكم معا موسيقى موسيقى والاداء الفني اللي تطور مع النادي الاهلي والطريقة اللي لعب بيها قدام مباراة وكثيرا تклад جذك شكله اللي الاهلي thrilled الاهلي المباراة مضيها اداء ونتيجه كان حلو وكان دايماً اللعيب في الأهلي إنه يهما الأداء يبقى كويس بس النتيجة وحشية يهما الأداء والنتيجة يبقاش حلوة يهما النتيجة بس حلوة بس الأداء وحشية دايما مش حلوة بس اللي تنك تمعوا في إمباراتو الفاجستين ده حصل ليه نمرة واحد تركيز اللعيبة ممتش اللي فات فيه عشر لعيبة أو حداشر كلهم كويسين قوي صح حتى لو ما اضطرتش من السطيف كان أهل هيكسب اثنين وثلاثة صح التلاتة السوبر اللي كانوا في الأهلي أحسن ناس أنا شايفهم كان بيرسي تاو أليو ديانج عالم علول ممكن طاهر على فترات حسين بتدى يرجع بياسر عمل مبرحل الوحيد اللي نفسه يرجع بس لازم يغير أسلوب لعبه وطريقته ما يجد أفشا لأن من الواضح أن كيروش بعدين موسيماني يبتدى ما يلعبوش الفترة اللي فاتت يعتمد على طريقة معينة فأنا مجي تنظر أن أفشا يعدل هو من أسلوب لعبه يبقى هجومي أكتر يبقى سريع أكتر عشان الجومة دي بتتقال دايما الفرصة اللي انت معي عشان تشرحها للناس أكتر هو يعني إيه عدل من أسلوب لعبه يعني يعمل إيه يعمل إيه بس أكتب سبعة وتمانين سنة سبعة وتمانين سبعة وتمانين الكلام سبعة وتمانين دي قديم أهو صحيح 87 كنت أنا عندي 18 سنة أو 19 سنة وكان جي في الناد الأهلي فيتسا الألماني إحنا كنا قابليها في النشئين فاكر طرق زمان الدفندر أو اللي تحت الفيروديم يجري يستلم الكرة من الباكرية تروح موقف وروح عملها للباكليفت يجري ياخدها من الباكليفت تروح رجع له تاني اللي هو الشغل بتاع أفشة فرجله كتير أفشة مجريوش الكرة غير فرجله لو تعملت له سروق أو هنا أو هنا أو هنا ما بيروحش أفشة من نوعية لعيبة زي عبدالله سعيد لازم تجيله فرجله بس عبدالله اللي طور طريقة لعبه عبدالله بقى يعد يرمس رهات لعب السريع شوية أفشة لازم ما يبقاش اللي هو المحور اللي هو تحت الفيرودي بس يشتغل على الإطراف يشتغل لتحت يشتغل لفوق يشتغل وانتهات ويروح يجيب جون ده طريقة اللعب تتغير وهو عنده الإمكانيات هو حطت نفسه في قالب اللي هو صنع الألعاب اللي هو خلاص ابتدى ما عادش موجود في فرق كتيرة اللي هو تحت الفيرودي لا ابتدى دلوقتي التحركات من غير كرة كتير أفشة من نوعية اللي ما بيركن يا يمين أشمال قوي أو في نص ويبعد عن الرقابة بتتلعب له صحيح غير كده لو هو ممسوك ما بتجدوش كرة كتير هو لازم يطور الحتة دي أنا طورت طريقة اللعبة مع فايتسا كنت بروح أستلم من هنا وإديها هنا استلم من هنا لا ابتديت أطلع لقدام بتدى أشق يمين شمال من وراء الفيرودي عشان حافظ على مكان عشان حافظ على مكاني في اللعبة إنه الراجل ما اقتنعش بالطريقة لما لأني بروح أجون وبعدي بروح أجيب جون لا خلاص فدي ده مكمل معي ده قرارك أنت ده قرارك أنت أنا أصلا قلتي مكان كيروش جاي عليه لقيت نوسماني عمالي سحابه سنة بسنة سنة بسنة ماتش اللي فات ما بدأش لعب ليه ما بدأش صح أنا بس هيخوف عشان لقيت كبير عشان كويس يعني أنا دي نصيحة منه إنه هو يعدل طريقة لعبة ومش منش مية في المية يزود عليها عشان تلاتة بيتش موسماني من المدربين اللي بيغيروا طرق لعب تقريبا مبارا ومباراة أي مرة يلعب 4-4-2 مرة يلعب 3-4-3 مرة يلعب 4-3-3 مرة يلعب 4-2-3 أكثر مدير فني جي من سعة معينه عالكورة على ليلة غط مع إنه بياخد بطولات كتير جدا الناس تقول ما عندوش فكرة يا ريتنا أنا ما عندش فكرة أو الله طيب أسألك سؤال أجيب واحد نص ونص أو الناس فيه ناس مقتنعة بي وناس مش مقتنعة بي أنا مقتنعة بي أكيد بيعمل حاجة أكيد في شغل ولا أجيب واحد بيلعب كرة عالية قوي وكل ماتش 3-4 أو مكسر الدنيا بس ما خدش غير بطولتين أو بطولة وأجيب واحد عليه لغط كتير بس تواخد 6-7 بطولات ألهي الأحسن الأهلي بتاع بطولات الأهلي بتاع بطولات أهلي بيقولك شعبت حسن درشادة الأهلي بتاع بطولات أه يا لما انت كان بنش في كرة لا 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 أنت لو مر على الأهلي سنتين ما خدش الدورة دي تبقى مصيبة لو مر عليه سنة ما حد تخد دخلش الخزنة أي كاس من الكاسات اللي موجودة دي تبقى مصيبة فأنا شايف موسيماني طرق اللعبة الكتيرة اللي بيغير فيها مش هو بيغير من التغيير هو القماشة اللي موجودة كابتن كل شوية تقطع منه يعني يثبت على بدر بنون يثبت على أكرم اللي اتنين شكرا يروح مدخل تهاني تاني يروح مدخل ياسر إبراهيم يثبت قدام على الشريف تلاقي بالشريف ما بيجيبش جوان يروح مدخل طاهر طاهر وحسين الفترة اللي من شهرين ثلاثة كانوا في الديفريزر يبتدوا يفوقوا دلوقت شوية وشرغلين الحمد لله دي طرق اللعب هو الرجل بيغيرها على أساس اللعبة اللي موجودة عنده الجهزة ودي أنسب طريقة لأهل اللعب بها مصيص طيف اللي هي اربعة اتنين تلاتة واحد هو لعب اربعة اتنين لأن كان عمر السليان موقوف فلعب إجباري بأليو ديانج وبحمدي فتحي هم لما بيبقى التلاتة موجودين بيلعب التلاتة بس أقول لك حاجة وفتكر معي المباراة أنا حسيت أنا طبعا هي على الورقة أربعة اتنين تلاتة واحد بس حسيت في كثير من أحداث المباراة كانت أربعة اتنين 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 اللي هي أربعة اربعة اربعة اتنين وأفكرك إنه كتير قوي كان بيرسي تاوي مهاجم ناحية الشمال شوية وجمه طاهر محمد طاهر ناحية اليمين حسين الشحاية كان على يمين هنا وأحمد عبدالقادر تحتيه وأحمد عبدالقادر تحتيه بس الميزة العظيمة في المباراة دي التغيرات اللي كان بتحسب من الأربعة أنا بقولك يعني أنت هتلاقي كل واحد فيهم في حت هتلاقي حسين في الصندوق وطاهر برا اللي هي مركزية وفيه عبدالقادر جوة بدرجة أن حمد فتحي هو اللي عمل أسست بتاع كل حسين الشحاية اللي جابها في الآية جوة منطقة الجزاء اللي هي مركزية لهم محدش بيلتزم بمكان ليه؟ حسين بيلعب يمين وشمال طاهر بيلعب يمين وشمال بيرتتاوب بيلعب على الإطراف و بيلعب فرود صح أحمد لعب قادر بيلعب شمال و بيلعب يمين فالأربعة الترميه في أي حتة فيه معشان كده بقولك أفشة لازم لازم يغير طريقة العشر يخش في المعمعة دي انت عندك أربعة بيتحركوا ودي من أسباب وأنا رأيي أن يلعب بالطريقة دي في الوداد ما ينفعش ألعب بتلاتة الزندر تاني وأجيبهم عندي ووداد لعبت كرة لو لعبت بتلاتة وقابلت من تحت وكل ده أفضل أتضغط 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 مش هلح أقلم من نفسي صحيح يعني في الوقت قيلة صحيح فأنا أنزل باغت عليهم أنا جاي باربعة جوان يعني الأهل بقالوا فترة حتى متش الرجاء لا بيوصل الجون كتير هو بيضيع الأهل في المحليا لا مش مركز بيني وبينك عنده هات ليه الدوري موجود وبعدين هو آخر 42 دور بس الدوري تسحب منك السنفات يتسحب مرة لا أقصد بالنقطة السهلة اللي بتضيعها دي أنا معاك أنا عايز أقول لك على حاجة أخد الدوري ولا أخد كسافرك بالنسبة لنا لا بالنسبة لنا أي بطولة يعني أي فلاحة الأهل يخش يخد طولة بس لا لا بالنسبة لنا بالنسبة لي لو بمقاييس أوروبية فالناس بتحسبها بالبطولة هناك والتشطار ممكن يقول لك أخد دورة أوروبا ما أخدش الدوري سنجيه بتاعها بس بالنسبة لك يا بحينا النادي الأهلي بس القماشة والظروف والدنيا واللعيبة المصابة ما عنديش غير نركز في نهاية أفريقيا نهاية أفريقيا ما هو تلاتة على التوالي طبعا نعيس فينا بأس فضل لا يا كابس فضل ما أنا برضو لو أنا هتكلم بسؤول جمعية النادي الأهلي تمام النادي الأهلي من أكتر الفرق اللي عندها جاهزات وعندها عدد كبير من اللاعبين نعم بيتهيأ لك والله بيتهيأ لك محمد محمود مصاب بعيد أبي محمود متولي محمود لسه طيب فين حسن حسن بعيد فين مكيسوني بعيد فين بعيد قوي حيسين الاشتراحات كان بعيد بيبدأ يرجع طاهر كان بعيد عندك محمد محمود أربعة خمسة على الورق تقال أسامي تقيلة إنما أنا أقدر أشتريك ألعب وليد سليمان من أول مطر عندك وليد سليمان ما أقدرش أبتدي به من أول مطر أنا أقصد إما هو أنت اللي بتختاري اللعيبة دي لا محمود متولي لو جاهز يلعب على الناس دي كلها لا 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 لعيب كبير زي السلية كده ورامي مصاب برضو ورامي ربيع عمصر ورامي ضلع عمصر محسن ده بده فالدولي بدربانون أكرم توفيق أنت على الورق الناس فاكر الاهلي عنده فرقتين لا الاهلي معنطوش يدر 11 ومعهم اتنين من بس الباقي كله لعيبة كبيرة بس من فايقة لسه زي الزمالك الزمالك عنده حوالي 13 العيب بس أو 14 العيب بك كثير بس الزمالك عنده ظروفه بموضوع قيد والاهلي عنده ظروف وموضوع إصابات إصابات كثيرة قوي قوي فأنا لعبت الناد الأهلي أنا هلعب كاس علم الأندية تاني أجهز نفسي لي ولا أنزل ألعب مع مقصة والمحلة وبصير ميكة وأموت نفسي ويطير مني ثالث كاس علم التوالي عايزة أفتح معاك موضوع ظريف قبل أن نخدم فضل محمد صلاح قال تصريح شهير جميل قال إن هو بيتمنى يلعب قدام ريال مدين في نهاية دورة أبطال أوروبا هل التصريح عيب؟ لا مش عيب ليه بقى الناس قالت إنه عيب وما كانش مفوض يقول لك الناس برا ولا هنا؟ هنا أكثر من برا في حاجات يا كابتن إحنا هي بتتقال برا إحنا بنفهمها غلط برا بالنسبة لهم عادية جدا وهو قال السقر من فريق المدينة إحنا لو قلنا هنا السقر يقول لك يا عم دي مش حرب يا عم لا مش عافية أصل السقر بمعناها إيه؟ ما كسب ماتش أنا بسأر منك في بطاولة إنت كسبتني النهاردة أنا أكسبك بكرة في كوتشينا في كورة إنت فاهمني؟ مش أكسبك في الطاولة أنا بس أعرف ألعب طاولة مش تجامز في الطاولة لو أنت لعيب طاولة تكسبني طيب النقطة إنه لا مش عيب طبعا لا لا محمد صلاح يقول لي هو عايزه قالك إنه صلاح كده بيحط نفسه تحت ضغط لو ريان مدريد كسب النهائي يبقى هو كده هيبقى حفلة علي عكاة المصر ده أخطئ إيه؟ وممكن يخسر وممكن يكسبه صلاح عدة بحاجات كتير قوي محدش فينا عداها عدة بظروف هو وأحمد حسن ميدو ميدو العالمي وهني رمزي الناس دي عدت إحنا هنا أخيرنا النهاردة أنا مركز قوي عشان عندي بكرة الزمالك والدوري والدنيا ده أخري وأخيرنا معظمنا تلت تربة لعيبة الدوري المصري هنا على أيامنا ولا على أيام دي كلها في المحك المحل الزغير لا الناس دي شافت حاجات وطلعت وقبلت ووقت تفتكر إن هم برة ما بيحفلوش على بعض اللعيبة مع بعض ويتكلموا على الحاجات دي بالنسبة لهم عادي وما يشوفوا بعض عادي بيسلموا على بعض ويتحكوا أخير سؤال تفضل يا كابتن متفاعل بيتوالد كابتن أهاب جرام مديران فنية لمنتخم مصر جدا جدا وأنا الكلام ده قلته من أول يوم متعين فيه قلت له ألف مبروك وأتمنى الدعم ليه وأنا عنده كورة عنده كورة إحنا عيصنا بس ندعمه وأنا قلت هيلك في الفاصل لو حسام حسن اللي جيه يا مرحب لو إهاب اللي جيه يا مرحب يعني اتنين دول أعلى اتنين دلوقتي هم اختاروا إهاب لأسباب تانية يعني مش فنية يعني إهاب فنية عالي جدا حسام فنية عالي جدا وعلى فكرة حسام وإبراهيم بقالهم سنتين في الدولة المصري ما اتطردوش ما عملوش مشكلة الناس نضجوا يعني حسام بالذات نضج جدا الناس بتخاف منه قلت له الضغوط وبتنرفز مش عارف يتعامل مع تحت الكورة وكده لا حسام أنا بقاله سنتين ما أخدش كارت ما أطلعش قاعد في المدرج ما عملش مشكلة في ملعب النضج يا جماعة حسام داخل على الستين واللي مرة عليه قبل كده بيتدرجوا دلوقتي ولكن خلاص هتجيله الفرصة إن شاء الله لما إهاب لأ إهاب محتاج دعم كويس قوي والله يا كابتن هيقدم كرة حلوة هيقدم لعبة كويسة أنا مش عايزه بس لو اتضغط عليه كتير ما يرميش الفوت على طول أنا ده عسان أعرف إهاب نفسي نفسي لو تحدي مرة أو اثنين أو ثلاثة لا ما ترميش الفوت أكمل كمل عشان ده زي ما كابتن حسن شحات وإفنى أصداره ثلاثة كاس أمم لا ممكن نعمل إهاب إن شاء الله كابتن محمد شرفت ونوارتك هلا عاد دايما ما استمتع دايما الحرب معاك بإجرى زي الساروخ يا رب يخليك أنا مشكرك شكرا جدا شرفت ونوارتك بعد الفاصل هيبقى معانا ضيف مهم مهم جدا شغلانته شغلانة مهمة جدا في الكورة الناس كتيرة قوي ما تعرفش هو يعني محل الأداء يعني محل الأداء ده مهم في جهاز فني يعني هل محل الأداء ده حاجة زي المدرب وحاجة زي المساعدة حاجة لها كيمة كبيرة أعلى 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 مهل الأداء ده حاجة عادية جدا طيب إيدك ورجلك وكل حاجة وعنيك للمدير الفني طبعا عظيم جدا غششنا الكابتن محمد عبد الجليل قبل ما نستابل ضيفنا العزيز معتز حسيب محل الأداء نادي مصر المقصة ومنتخب لبنان للشباب بعد عز الفاصل خليكم موسيقى يا أهلا بحراركم مرة أخرى زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل وزي ما الكابتن محمد عبد الجيل قيد الكلام جدا وقال لك قد إيه محل الأداء ده حاجة مهمة دلوقتي في أي فريق مهمة جدا مش مهمة بس في أي فريق في العالم محل الأداء ده بيرتكز عليه المدير الفني في كل التصرفاته في كل أفكاره في كل حاجة بيحطها في التشكيل وفي طريقة اللقب عشان كده نهارده هيكون ضيفي في هذه الفقرة ضيف عزيز هو معتز حسيب محل الأداء عشان قلنا يعني إيه أصلا محل الأداء ويعني إيه شغل محل الأداء معتز مشرفه النور سعيد جدا بتواجدك رب أنا خليك أنا سعيد جدا أن أنا موجود مع حضرتك من الناس اللي بتقدم محتوى هادف ومحتوى جميل يا ربي خليك وكورة يعني بمنظور هادي فأنا مفتوط أنه موجود معاك حبيبي يا معتز يا ربي خليك لأول كده أنا عرفت أن أنت كنت واحد من ناشئين النادي الأهلي آه بالضبط يعني أنا طلبت معتز حسيبكم مع أنا كمحل الأداء تمام فقالولي ده الناشئ جامد جدا أنا وعد كتير أول مع النادي الأهلي بالضبط حكيه لأول قصة النادي الأهلي يا قصة طويلة يعني أنا من ناشئين النادي الأهلي بدأت من وعنا عمدي 12 سنة تاريبا في النادي الأهلي قعدت حوالي 10 سنين بلعب في الناشئين لعبت مع مدربين كبارة تعلمت منهم كتير فدني جدا حتى كمان في فكرة تحليل الأداء إن أنا شفت رؤية مدربين كتير منهم كابتن باد الراجع على سبيل المثال كابتن عبد الرحمن كابتن محمد السيد كابتن عظيمة وده كان ليه دور كبير وكمان ليه دور كبير لأن أنا بعد كده اشتغلت معاه كمان كمحل الأداء في نادي مصر المقص طبع ومدربين كبار كابتن علامة يهوك كابتن وصام عرابي كابتن محمد سعد كابتن فاتح مبروك ناس كتير جدا خدت منهم أفكار وطلعت بعد كده الدور الممتاز لعبت في الداخلية معكبتن على عبد العيل شفت برضه أفكار وعرفت منه استفدت منه كتير سفرت بره لعبت بره الحمد لله في تايلاند وفي العراق وفي الأردن فشفت مدارس كتير شفت مدربين كتير في أماكن كتير عظيمة حصلت الإصابة وأنا في الأردن رجعت ومصر فقلت ليه إن أنا أبدأ في مجال بدري شوية أنا عندي دي وثلاثين سنة سنة صغير يعني فقلت ليه إن أنا أبدأ بدري في تحليل الأداء في مدربين كان لهم فضل كبير منهم كابتن عظيم واشتغلت معاه أولاين وهو بره مصر واشتغلت معاه في المقصة هنا قال لي ليه لأ ادخل في المجال لأفكارها قويسة يعني تحليل الأداء بقى شيء مهم جدا لكل المديرين فنين هييلك هييلك كل دا جيلة 89 دا جيلة أنا كنت فرود على فكرة الحمد لله يعني الواحدة محبش يعني استرجع الأوقات دي مش عشان حاجة لا الحمد لله كنت هدف الفرقة طول عمري في الناشئين لله الحمد لله صد لله يعني علي بس ما كانش فيه نصيب لأن مانويل الجوزيل اللي كان موجود في الدرجة الأول ما كانش فيه نصيب إن احنا نخرج كلنا تخرجنا على عراض في الفترة دي تروحت الداخلية حصلت مجزارة بورسعيد والدنيا وقفت شوية سفرت العراق كنت برضو شغال كويس بس في مصر هنا أحيانا لما بتبعد برة بتتنسي شوية في مصر هنا فقولنا نبدأ بدري يعني والحمد لله طيب الحمد لله الأول السؤال العريض اللي الناس تفهموا هو يعني محل الأداء أصلا تمام أول حاجة هو محل الأداء مش يعني احنا هنا في مصر احنا بنتكلم على فرض واحد محل الأداء صح لكن في العالم كله ده تيم كامل يعني جوارديولا مثلا عندي 24 محل الأداء الـ 24 محل الأداء عند جوارديولا متخصصين كل واحد لحاجة معينة جوه الملعب يعني فيه ناس متخصصة للفريق الخصم اللي احنا هنلعبه فيه ناس متخصصة للفريق بتاعنا بمعنى أنا بشوف العيوب والإيجابيات بتاعت فريقتي وبقدر أشتغل عليها لو فيه عندي عيوب عايز ان أنا أحاول ان أنا أتفداها المطشط اللي جاية بعمل زي بلان معينة ببدأ إن أنا أبرز للمدير الفني الأخطاء اللي موجودة عندي بعد كده ببدأ أشوف الإجابيات اللي موجودة عندي ده بالنسبة لفريقتي أنا أخطاء في الطرق اللاعب ولا أخطاء في العماصة المفسية في اللاعبين وتمركزاتهم في تمريغاتهم في اللي بيعمل لونج باص اللي بيعمل شورت باص اللي بيعمل تاكلينغ غلط اللي بيغطي غلط بالظافت برابع عليك يعني هو في الأول خالص طريقة اللعب اللي احنا بنعب بيها كل حاجة منوط بيها المدير الفني أنت كمحل دق رأيك استشاري أنت بتقدم للمدير الفني ريبر تقرير موجود فيه الأخطاء اللي موجودة جوه الموتش وموجود فيها الإجابيات برضه لو هو حابب أنه يتفرج عليها أحيانا على فكرة المدير الفني ما بيبقاش عايز يشوف الإجابيات لأنه أكيد خلاص لمسها وعرفها نعرف أن العبي فلاني شغال كويس أحيانا لما بيجي يسأل فيها لكن هو الأهم بالنسبة له العيوب والأخطاء لأن هي أداية اللي لازم يتلفى عدد منها كبير الأرقام دلوقتي كمان تطورت يعني في الأول تحليل الأداء من حوالي 4-5 سنين لما بدأت الموضوع كانت الأرقام ساعات بتبقى جامدة شوية ما بتعبرش عن الواقع اللي بيحصل في الملعب بمعنى ممكن تلاقي العيب بيعمل بصات كتير فأحيانا تتخضع فيه إن هو أحسن العيب في الملعب بيباصي صح بسبب تمريرات كلها الوراء بعدها بيتقطع فيبقى لأ بيحطها بشكل كويس فأحيانا تبقى تمريرات صحيحة بس هي تمريرات خطيئة عشان هو لو كان مرر لواحد تاني كانت ممكن تبقى أفضل بالتمرير اللي هو مررها فما تتحسبلوش اللي حالك بتتكلم فيه ده هو الأبضية اللي موجود دلوقت في تحليل هذا إن انت بتشوف ما بعد الباص يعني أنا كمان مش بس بشوف اللي اللعيب عمل إيه لأ أنا بحلل الأرقام نفسها في قراءة للأرقام نفسها اللي بتجيلك علشان لما تيجي تروح للمدير الفني لما تيجي تقول له مثلا سيه مثلا في لعيب في الملعب بيوصل للجول عشر مرات مثلا وجاب تلت جوال مثلا لأ ممكن يكون لعيب تاني بيروح بأرقام أقل شوية بس بيجيب منها جولي بفعالياته أقوى يبدأ بالنسبة لي أهم لأ في حاجات كتير جدا بتحصل دلوقتي لكن زي ما كان كابتن حتى بيتكلم مع حقا كان اسمعته كابتن عبدالين كان بيتكلم فكرة إن إزاي مهم جدا طبعا مهم جدا جدا محلل ده أنا بيتمنى كمان إن شاء الله الفترة الجاية وأتوقع ده أن الأهلي بدأ بكده إن عنده اثنين محلل أداء وبيفكر في التالت وأتمنى إن كل أمدي يتمصر يفكره في واحد واثنين وثلاثة لأن فعلا الموضوع كبير جدا أكبر من أن أنت بس بتحل الكورنة دلوقتي محلل ده أحيانا كمان بيدخل في الجزء البدني بيحلل السرعات وعدد المسافات اللي بيقطعها كل اللعبة في الملعب بيحدد كمان شكل التمرين البدن اللي هيتعامل من بعد المواضي نفسه هيبال مين وعدد قد إيه فالحاجات دي بقت صعبة جدا إن واحد لو واحده يقدر يعملها لازم يكون فيه اثنين وثلاثة في كل تيم واتوقع أن رواتبهم حتى مش كبيرة ليلا إن كل مدربين الدوري في مصر يكون عندهم ناس وبقتين واحدة كتير في مصر كمان كتير فيه شباب بقوا فاهميني الشوانات دي كويس أوفات اليوم بيتواروا من نفسهم كتير وفيه شركات في مصر كمان شركات بالزبط بتاعداتها وبيانات بتقدر توصل للناس بدل ما تاخد الأرقام جامدة زي ما هي كده وما تكونش لها قراءات لا هتحد يحللها صح وحد يساعدك وكلنا شباب صغيرين موجودين في مصر التكلفة تقريبا مش كبيرة عليك وبالعكس دي حاجة هتعلي من قيمة الدور وهتعلي من قيمة الدور انا شؤال انت انا مدير فن انا عملت مع مدربين كده اقول له محايل الriment يقول له محايل ال이즈 انا المدير الفني وانا اللي شايف الصح وانا اللي شايف الغلط والأرقام دي خداع والأرقام دي مش صح والأرقام دي مش هي اللي هتعمل فرقة وما احنا المدربين زمان كانوا بيشتغلوا ازاي وهكذا اكيد وجهت دا والله انا مع كفة عظيمة لا لا وجهت حتى في الماركت يعني مش لازم مع حد مباشرة أقول لك على حاجة هو بصراحة كمان أنت كمحلل لازم تاخد خطوطين ثلاثة الوراء وإنت حتى كمان بتعرض الأرقام ديت على المدير الفني لازم تكون بتعرض الأرقام بشكل فيه يعني تعرف طبيعي أو توصيف دورك إيه جوا جهاز الفني أنت دورك أن أنت توصل للمدير الفني بيطلبه منك على فكرة مش كل مدير الفنيين بيطلب منك كل حاجة بعد ما ماتش يعني مش كل واحد مش عايزي ريبروت بتاع كل العيف في الملعب عمل كم باسو كم شوط لا هو أحيانا بيبعايز يعرف حاجة معينة هو اشتغل عليها في التمرين وعايز يشوفها في الأرقام أنا بشوف أن كل مدرب لو هو مؤمن بالعلم جدا ومؤمن بالتخصصية ومؤمن بالأدوار جوه الجهاز الفني هيدي دور كبير للمحلل أداء بالعكس هيسمع منه كتير وفي أحسن من بيب جورديولا في العالم بتقول لي مع 24 محلل أداء ده يورجن كلوب الموتش اللي فات بتاع فيها ريال كان بيجري سبرينت ما بين الشوطين بيدخل للقوضة ففيه ناس بتتخيل أنه بيجري الأسباب لا هو بيدخل لأنه هو محدد الـ 12 ديالة منهم 12 ديالة بالضبط اللي بيتكلم فيه فهو محدد أنه داخل يشوف اللقطات اللي هيعرضها على اللعبة ما بين الشوطين ايه فهو غير مانيه خليها سترايكر ونزل لويس دياز هافليفت وخرج جوتا فهو غير الطريقة فهو بالنسبة له أساليب الضغط وتوظيف اللعبة وكل واحد في الملعب هيعمل ايه اختلفت طبعا فهو داخل يجري سبرينت عشان يلحق قبل ما اللعبة تدخل يبدأ يزبط مع الناس التقانيين اللي جوا اللي موجودين بتوع تحليل الأداء هنعمل ايه فتخيل هو عايز ايكساب وقت ازاي وعارف أهمية اللي هيعمله والموتش اتقلب شوط التاني جاب جولين وكان يقدر يجيب التالب وجاب التالب يعني عمل موتش هايل فده أكبر دليل على إن الناس خلاص التحليل ده بقى بيساعدك جدا في بيقصر عليك المحفات انا برضو بحب الحاجة بالشغل بتاعي الأداء ده يعني فيه جوز ايه مثلا بتاعت الهيتماب تمام الهيتماب دي اللي هي الخريطة الحرائية انت مثلا ممكن تقول للعيب مثلا هديك مثال يا طهر محمد طهر في مبارات بفاكستيف انا عايزك تخش على العمق كتير مش عايزك تلعب على الخط فانت تروح تقول للمدرب الراجل ده هيتماب بتاعته تحركاته كلها كيت على الخط ما دخلش جوا فانا أبقى مشجع عادي شايف اللي طهر محمد طهر عمل مباراة عظيمة تمام المدرب لما انت تروح له تقوله لأ الراجل ده ما عملتش دوره اللي انت كنت عايزه منه ده كان المفودي يبقى هنا وكانت طول الماتش على الخط صح اللي حاجة بتقوله ده في حالة ان هو يكون مران عالي في التمرين اه يعني أنا بروح قبل التمرين بقول النقطة الضعف ما بين الباك والمساك على سبيل المسأل حاج بتكلم عليه فهو لازم يدخل يشتغل في العمق دي مشكلة انا بحددها ازاي بجابه عن طريق الاركام رقم واحد ارقم اتنين الفيديو لانا انا لازم اخلي اللعيب يشوف ده بعينه يتخيل يعني يتخيل اللي هيحصل ايه بالزبط يشوف كمان نقطة الضعف اللعيب الفلان اللي بيلعب مكانه ده طبعا بعد توقع برضه لان انت بتتوقع التشكيلها يحصل ممكن المدرب يغير اللعيب اللي عنده نقطة الضعف ممكن يغيره فانت بتتوقع الحاجة وما بعد التوقع كمان فانت بتقوله مثلا نشتغل في العمق فهو المدرب دربه عليه تمام لو ما عملهاش في الموتش ساعتها تقدر تحزبه لكن في مدربين ما بيمرنوش أصلا عليها فانا في الحالة ديت هقوله ازاي ان انت ما عملتهاش يعني متخيل ان انا روح للمسأل سيء مثلا موسيماني فبنقول مثلا ان طهر لازم يتحرك في العمق بشكل جديد نفترض المدير الفني مش عايز يتحرك في العمق او ممرنوش عليها خلاص دي بقى انت وديت قلت اللعيب اللي موجود فين فكرة ان هو حزبه لو هو قالك ان كمحلق ده ان اللعيب الفلان اللي ما بيتحركش في العمق تقوله ارقامه او تتحرك مرتين بس وانت اقيله ادخل جوا دايما ففي الحالة ديت المشكلة عند طهر عند اللعيب مازل في انتواص دي كور الثبتة نفس الكلام هو مثلا بيحط الكل واحد بيمسك مكان معين بيمسك رقم معين في التيشرت لو اللعيب دوت سي مسلا خرج من الملعب فانا كلعيب قاعد احتياطي لازم اكون اعرف ان انا اللي هنزل المكان هو همسك نفس الرقم فلو نزلت ما عملتهاش يبقى المشكلة عند اللعيب اللي نزل صح فهمتواص دي يعني هي الموضوع بيبقى محدد و احسن من زمان زمان كان يقولك ونسك يمسك القريب منك في كور الثبت يقولك مسك ونسك يمسك يمسك سبعة ويمسك ستا فتيجي بعد كم طعا عشرة حاسب الموضوع بيتوه منك صح و تقولك بص البعض بالظبط بقى انت زي ما مسكتوه شوالا براه بقى انت خاني بقى لكن انت بتقوله خلاص انت رقم سبعة بتاع معتزمة صح سي معتزمة كاليم يزمك خلاص يبا كاليم بياخد رقم سبعة صح بيقطع وكوره من رقم سبعة لو جاب جول فهطلع اقول له ان انت يعني ممكن تقول مثلا للمدرب خد بالك اللاعب دوت عنده مشكلة فانت محتاج تشوفي سكونته حتى لو رأي استشاري طبعا تتدخل اثناء المباراة ولا بيبقى بعد المباراة وقابل المباراة بس بص هو احيانا بيبقى التدخل كله ما بين الشوتين يعني هو اللي زي ما يقولي الحاكة اللي هو مثلا ليه كلوب بيجري علشان بين الشوتين علشان يسمع بين الشوتين بالظبط يقدر يسمع من الناس الأخطاء لا في مصر هنا بقى في مصر هنا يعني بنسبة ستين سبعين في المائة محللين اداء بيكونوا موجودين في المدرج ما بيكونواش موجودين على الدك اه بالظبط انا كنت موجود مع كابتن فكان فيه تواصل مباشر احيانا كان بيجي يكون عايز يستفسر عن حاجة في الملعب عن رقم لعيب عن حاجة جوى الملعب طبعا لازم تديله معلوماتك على طول حاجة بقى لو حصل الدروب او حاجة زي كده احيانا بيبقى الموضوع مشتت اكتر للعيبة لو انت روحت له وقلت له مثلا في وقتها انه في مشكلة لا احيانا بتفتح منك اكتر في الاخطاء فلا فيه توقيتات معينة ممكن لو فيه وقت هادي الناس طالع تشرب مياه زي ما كان بيتعمل ووتر بريك مثلا فالناس بتطلع فتطلع في الوقت ده تقول لكابتن لو كابتن سألك فانت بتقدر تخرج له كل حاجة بتبدأ لايف معك انت خلاص شايف ارقام شايف حتى كمان اكتر مناطق استرجاع الكورة اكتر مراتق كورة تطع منك فيها اكتر مراتق انت بتروح تهاجم منها اللعيب الفلان اللي عندهم وليكن سي عنده كبير في السن مثلا فامكاناته البدنية بدأ يقع شوية فازاي ان احنا نضغط عليه في المكان ده ده كله طوعا بتورهوله دايما على طول يعني ديركت وهو وهو في الملعب لايف خلاص عايش معك كل حاجة بالزابة سوى يسأل يعني طيب المدرب ممكن يحسب بالمساعد بتاعه في استشارة في حاجة في تدريبة او تدريبة طلب منه انه يضربها للعيبة فما ضربهاش بشكل كويس هاي المدير الفني بقى يقدر يحسبك او بيحسبك او ايه الاخطاء اللي انت ممكن تطع فيها عشان يحسبك عليها كمحل الأداء او طبعا يحسب لان فيه حاجات معينة اللي لسه كنت بلحق عليها لها فكرة التوقع على سبيل المثال احنا بنروح نلاعب تيم معين فانت بتتوقع تشكيل اساسي هيلعب وتشكيل تاني على اساس التشكيل ده هو بيحط نظرياته ترتيبه طريقته اسلوبه فلسفته حتى في المطش اللي جاي هيلعبها ازاي فانت لما بتيجي تروح تقوله الكلام ده فهو بيبني عليه جزء كبير جدا من شغل انا عارف ان التغييرات اللي ممكن تحصل مش هتبقى كبيرة يعني هيبقى واحد او اتنين في التشكيل بس برضو انت بتحاول تساعده على قد ما تقدر فانت طبعا هو لا هو بيرجعلك بيقولك مثلا اه التشكيل الفلان اللي انت وديتقول لي مسلا ما ساي ملعبش منه عدد كبير جدا لا يبقى انت عندك مشكلة لو لا مثلا ان الفرقة ديت ما بتلعبش على اللي انت بتتكلم فيها مثلا فرقة بتلعب على الساكن بول مسلا في مدربين في مصر كتير بيلعبوا بيلعب زون بيبدأ يلعب على الساكن بول على فروق الطويل يبدأ يسند للناس اللي جاية من تحت وبيلعب عليها وبيكسب بيها كمان مطشط كتير فانت لازم تعرفه ده لازم تعرفه طبيعة كل ملعب بيلعب فيه لو ملعب ده شوية غير ملعب كبير لو انت بتتبع الكرة المصرية كده بتبص للعبين غيرنا انت بتبص للعبين رقم شوية اه شوية بتبص له ارقام من من اللعبين اللي موجودين في الماركت في الكرة المصرية بقيد عن الاسماء الكبيرة اللي احنا عارفينها شايفوا بتقول ايه اللعيب ده هيبقى ليه مستقبل عظيم جدا اللعيب ده هيبقى فسوق الانتقالات عليه شغل جامل جدا عشان ارقامه كويسة والنس مشو اخده بعدها من فيه لعيبة كتير يعني مثلا على سبيل المثال فيه في فيوتشر محمد ريضة بوبو لعيب هايل احمد عاطف طبعا فرود ده خلاص يعني هو كان مشروع في دجلة وعلى فكرة كان عن عليه يعني السنة اللي فاتت لكن خلاص هو موجود في فيوتشر وفيه كلام على انتقاله لأهل والزمالك طبعا فيه ناس نجوم كبار زي زيز مثلا بيبقى مقفل العدات زي ما بيقوله طبعا جوال واسستات وكور السابتة ما شاء الله عليه فيه لعيبة تانية مثلا على سبيل المثال عجبني علاء عماد ميهوب بيلعب في استرن كامبري ده جناح شاب صغير احيانا ما كانش فيه شارك كتير لسه رايح لهم في يناير لعيب هاي اللي هاي صحيح كان كنت قرائم من النادي الاهلي الانضمام للجهاز الفني للنادي الاهلي والله هو كان فيه يعني انا شفت في الجرائد يعني في الاعلام نزل كلام كتير ان هما سألوا في النادي مصر المقاصة اللي كنتم موجود فيه يعني او يستشاروا يعني شافوا الدنيا كان فيه كلام ان فيه محلل اداء هيتضاف للجهاز الفني مع موسيماني بس هو جاب واحد اللي كان موجود معاه هناك في جنوب افريقيا قبل ما ييجي في سونداونز اسمه كايل سولمان تقريبا وهو اتنين معاه محللين اداء اتنين هايلين يعني وهو راجل مؤمن على فكرة بدورهم جدا معاه والدليل ان هو مش جاب الى مخطط احمل واتنين مدربين معاه فطبعا شرف كبير يعني انا ابن النادي واشتغلت في النادي مدرب السنة اللي فات كنتم موجود برضو مدرب في الناشئي لكن ما كانش فيه نصيب لك الاو في اي وقت طبعا من الله اللي ده بيتي في اي مكان وفي اي تايتل كبعا اشتغل طبعا مؤتزة شرفت ونورت حبيب اللي اردت يخليك ده انا يعني الشرف لي والله انا كنتم موجود معاك معتزة حسيب محلل الاداء انا استمتعت جدا بالفاقة دي ومتأكد حراركم كمان استمتعتوا بيها دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 يرب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب الله في خير